بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة مصر التعليمية أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في ربوع مصر أرض الكنانة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مراجعة مادة اللغة العربية ونستغل هذه الفرصة في تحية ضيفنا وضيفكم الدكتور رضا كامل كبير معلم اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور رضا أهلا بحضرتك يعني اخترنا أن تدور هذه الحلقة أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة حول أدب المصرحية ثم نعرج بعد ذلك على امتحان السودان لعام 2019 نبدأ بأدب المصرحية دكتور رضا وقبل أن نبدأ يعني لأول مرة أجلس حزينا رغم أن قناة مصر التعليمية لها في نفسي المكانة التي تجعلني سعيدا وأنا أجلس في أروقتها والسبب في حزن فقدان قناة مصر التعليمية لابن بار من أبنائها وشخصية عظيمة دمست الخلق الأستاذ الزميل مصطفى آدم الزميل في قناة مصر التعليمية إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراق مصطفى آدم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وما يرضي ربنا هو إن لله وإن إليه راجعون بالنسبة لتعريف فن المصرحية كفن نثري دكتور رضا لو قيل للطالب عرف المصرحية ماذا يقول في هذا السؤال هو بداية بس قبل ما نقول كده فن المصرحية هو عبارة عن ايه بنقول فنون النثر في العصر الحديث يعني الطالب في ثالثة ثنوي ايه فنون النثر اللي هو مطلب بها في العصر الحديث المقال الرواية القصة القصيرة المصرحية يبقى هو مطلب بأربع أشكال من أشكال الأدب في النثر في العصر الحديث إذا اتكلمنا عن المصرحية 오늘도 فبنقولها قصة تمثيلية مهم جدا كلمة تمثيلية ليبقى عشان يفرق ما بينه وبين الرواية طب ما هي الرواية قص والمصرحية قص ولكن المصرحية قصة تمثيلية قصة تمثيلية يعرض الكاتب من خلالها ايه موقفا او موضوعا طب الموقف او الموضوع اللي هارضه الكاتب يعرضه من خلال ايه من خلال الشخصيات والاحداث نعم الحوار اللي بيدور بين الشخصيات والشخصيات معاها عنده حدث عايز يتكلم عنه طب الحدث ذا يتكلم عنه من خلال ايه الشخصيات والشخصيات عن طريق الحوار يبقى إذن أصبحت المصرحية قصة تمثيلية تعرض موقفا معينا أو موضوعا عن طريق الأحداث وعن طريق الشخصيات التي يجري الكاتب على لسانها الحوار في المواقف المختلفة وطبعا الحوار يظهر من خلاله عمود رئيس من أعمدة فن المصرحية وهو الصراع فلا مصرحية بدون صراع علاقة الأدب المصرحي بالتمثيل علاقة قديمة منذ الأزل هذا سؤال مهم دكتور رضا احنا قلنا في التعريف بتاع المصرحية المصرحية هي قصة تمثيلية يعني مرتبطة بالتمثيل نعم يعني لابد أن يقترن الأدب المصرحي بالتمثيل هو بيعمل فيها إيه التمثيل ما نقول حاجة بس مهم للطالب الأول أنا عايز أقول للطالبي أنت ممكن تقرأ مقال في الجرنان وتستمتع به نعم طب ممكن تقرأ قصة قصيرة في إحدى الكتب اللي فيها مجموعة قصص قصيرة وتستمتع بالقصة قصيرة نعم ممكن تقرأ رواية دون أن تشاهد هذه الرواية في عمل فني كالفيلم مثلا نعم وتستمتع بهذه الرواية طب المصرحية لابد أن تتخيلها وهي ممثلة أمامك في فصول على خشبة مصرح يبقى إذن لابد أن يقترن الأدب المصرحي بالتمثيل حتى يستمتع القارئ بهذه المصرحية وحتى يندمج وينفعل مع أحداثها يعني كده أن التمثيل بيبعث في العمل المصرحي يعني الروح والحركة والحيوية نعم أنواع المصرحية من حيث الحجم هو منذ قديم الزمن نعم والمصرحية معروفة أن هي إما أن تكون فصلا واحدا نعم أو تكون ثلاثة فصول نعم أو خمسة فصول وطبعا الغالب ثلاثة فصول عندنا نموذج عشان برضو لو سوء للطالب في الامتحان يعني دلل على أن المصرحية قد تكتفي بفصل واحد نعم عندي مصرحية القطن لتوفيق الحكيم ملك القطن ليوسف إدريس يوسف إدريس عفوا نعم مصرحية القطن ليوسف إدريس عندي فصول يعني المصرحية إما فصلا واحد أو خمسة فصول تمام من الأسئلة المهمة التي وجدناها لها حيز في الامتحانات السابقة الوحدة الفنية في المصرحية قديما وحديثا لما يتقل الطالب ماذا تعني الوحدة الفنية في المصرحية قديما وحديثا وده سؤال جميل هو عنده الوحدة ثلاثة أشياء تمام عنده وحدة الزمان وحدة المكان وحدة الحدث تمام وعيزي فصر بقى تمام وحدة الزمان وحدة المكان وحدة الحدث لما تكلم عن وحدة الزمان يعني إيه الفرق ما بين مسرحية ورواية مثلا أنا ذكرت قبل كده مع أستاذ صلاح لما تكلم عن الرواية قلت إن الرواية الأعوام فيها ممتدة يعني إيه ممتدة حتى أنا لما ضربت مثل للطلاب كده فقلت لما أتفرج على فيلم الأفلام الأديمة على إيه في الأحداث بتاعته بيقول لي إيه كده وكتيب لي على الشاشة كده وبعد مرور خمس سنوات وبعد مرور عشر سنوات الكلام ده ما ينفعش في المسرحية ده في الرواية كلام ده ما ينفعش في المسرحية أحداث المسرحية اللي هعالك فيها موقف أو هعرض فيها موضوع لا تتعدى الأربعة وعشرين ساعة يعني الأربعة وعشرين ساعة كزمن حدثت فيه أحداث المسرحية لا صحيح يعني داخل الحيز بتاع أربعة وعشرين ساعة صحيح وحدة المكان وحدة المكان أنا عندي برضو في الرواية تتعدد الأماكن تمام بتعدد الشخصيات بتعدد الشخصيات أنا عندي شخصيات كثيرة جدا في الرواية طب عندي شخصية منهم مثلا تمثل نموذج قروي يتعلم في القاهرة ونموذج اسكندري ونموذج كذا أنا عندي مجموعة شخصيات من مجموعة بيئات مختلفة طب في المسرحية بتاعتي بيقولي أنت عندك وحدة مكان يعني وحدة مكان كل أحداث الموضوعة اللي أنت هتتناوله كل الفكرة اللي أنت هتتناوله لابد هذه الأحداث لابد انهيئي بقى أنها تكون مرتبطة بمكان واحد هو الحدث المسرحية أستاذنا دكتور رضا نستقبل هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله يبدو أن الاتصال قد انقطع نعود إلى الوحدة الفنية في المسرحية ونأتي بعد وحدة زمان وحدة مكان إلى وحدة الحدث وحدة حدث الكتب المسرحي محدث أحد فقط نعم هذا الحدث يعرضه من خلال الحوار بالنشخصية طيب هكذا أتكلم عن وحدة زهن وبعض الضمان وحدة المكان وحدة الحدث ده بالنسبة لبناء المسرحية وأن نشأت المسرحية في الأدب العربي يعني قديما قديما وأن نشأت المسرحية في الأدب العربي بالنسبة لبناء المسرحية في الأدب العربي وأن الكتب المسرحي لا يهتم بذلك الوحدة الفات بقدر اتمامه بتوزيع الأدوار وتوزيع الاتمامات التي تبرد الحدث للقارئ أو للمشاهدة يعني بقى فيه دقة وتوزيع الاتمام بقى المسرحية العام للمسرحية هيكلها العام كعمل مكتوب عمل أدب مكتوب لما أمسك مصرحية من المصرحيات أنا بلاقي الهيكل بتاعها زي بالضبط كده لما أقول الكتاب ده مكون من ثلاثة أبواب وكل باب فيه كم فصل أنا بقول لهيكل المصرحية برضو ليه تكوين معين حديثنا عن هذا التكلم لو أنا حبيت أتكلم عن هيكل المصرحية نعم وأنا سألت الطالب سؤال وقلت له هيكل موضوع التعبير اللي أنت بتكتبه في الامتحان في آخر السنة يقول لي هيكل موضوع التعبير كل الطلب حفظه كده على فكرة وعافي كده كهيس جدا يقول لي مقدمة موضوع خاتمة ده بالنسبة لموضوع التعبير يقول لنا عندي مقدمة وعندي موضوع وعندي خاتمة أقول له طب لما تيجي الهيكل المصرحية المقدمة هنسميها ايه هنسميها العرض يعني العرض انا ببدأ اعرض الاحداث بصورة مبسطة علشان المشاهد بتاعي او القرق بتاعي يعرف المسرحية دي بتتكلم عن ايه لذلك حتى لو احنا ضربنا مثل صغير كده طبعا طبعا لو احنا ضربنا مثل صغير كده ما بين الرواية حتى والمسرحية لو انا بتفرج على فيلم كده وبعدين جي احد الطلاب بعد نصف ساعة فيقوم سألني سؤال يقول لي والفيلم بتتكلم عن ايه هو ليس ان السؤال اول عنصر من عناصر الهيكل العامل المسرحية والعرض طب ايه العرض انه هو بيلقي الكاتب المسرحي الضغع على احداث المسرحية في فصل الاول طب بعد العرض يعطي ايه يعني في الفصل الاولان هيجيب موضوع المسرحية والشخصيات المهمة في العمل المسرحي يعني عايزين نشوف يعني ايه تعقيدة دكتور العنصر التاني او الجزء الثاني في الهيكل العامل المسرحي بمتعب البساطة كده تشابك الأحداث يعني ايه تشابك الأحداث أنا عندي مجموعة شخصيات كل شخصية بتقوم بضور معين في المسرحي طب مجموعة الشخصيات دي كل شخصية لها رؤية طب ما بين هذه الرؤى صراع هذا صراع يولد تشابك الأحداث اللي هو التعقيد احنا نبقى منتظرين كده بعد العقدة الحل طبعا احنا كده اتكلم عن العنصر الاول اللي هو العرض واحنا قلنا العرض في الفصل الاول طب التعقيد هقول في الفصل الثاني لا ممكن نبدأ من الفصل الاول برضو بس الطلب الحياة مش مطالب بهذه الجزئية يعني مش شرط يقولي من الفصل يعني بالنسبة للتعقيد طب بعد التعقيد ايه اللي بيأتي يأتي الحل يعني الحل هو اي اصل يعني اي مصرحية او اي رواية او اي قصة قصيرة لابد ان يكون لها هدف طب الهدف دوت مثلا ان الكاتب بيعالج مشكلة بس من وجه النظر هو الشخصية ربما اقتنع بها او لا فيأتي الحل الذي يقدمه الكاتب المصرحي من خلال الحوار الذي ضر بين الشخصيات ومن خلال الاحداث التي برهن عليها يعني ده بيكون في نهاية العمل طبا 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 يبقى اذا نلخص بس كده هيكل المصرحية هو العرض التعقيد الحل العرض التعقيد الحل يعني ممكن الطالب لما يكتب العرض والتعقيد والحل يا دكتور رضا وجملة مختصرة حوالين كل عنصر رئيس من هذه العناصر يأخذ الدرجة بحيث ان تكون الاجابة في صل الموضوع هو مش مطالب باكتر من كده نعم طبعا عندنا اسس خمسة لبناء المصرحي يعني العمل البناء المصرحية لا بد ان يعتمد على خمسة عناصر اولها الفكرة ثانيها الحوار ثالثها الشخصيات ثم الصراع والحوار وطبعا عنصر التاني هو الحكاية الفكرة باعتبارها اساس من اسس بناء المصرحية حدثنا عنها دكتور رضا تمام مرة كده دكتور محسن معاش الدملة ديت الفكرة كاساس من اسس بناء المصرحية بس انا عايز النقطة ديت ليه بقى احنا قلنا المصرحية لها كم اساس خمس اسس طيب انا كطالب لازم على فكرة اذكر خمس اسس لكن في الامتحان استحال يسألني في الخمسة يسألني على حاجة واحدة رضا تذبط ذا ما حضرتك تفضلت وقلت دلوقتي كده الفكرة كاساس من اسس بناء المصرحية مفيش مسرحية بدون فكرة يعني مفيش مسرحية بدون فكرة هي ايه الفكرة اصلا الفكرة ان انا ككاتب مصرحي انا عايز اعالج مشكلة معينة ايا كان نوع هذه المشكلة بقى يبقى الفكرة التي يتناولها الكاتب في المصرحية قد تكون هذه الفكرة اجتماعية مثل مصرحية الست هدى الاحمد شو نعود الى الفكرة بعد هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام كل سلام حضرتكم طيبين ازاي حددك سموح اهلا بيك ازاي حددك بتطربة اهلا بيك يا حبيب ربنا يخليك الله يكريمك كل سلام حضرتكم طيبين وانت طيب يا حبيب بارزن حفظكم كان عندي ثلاث اسئلة في النحو فضل السؤال الاول في امتحان تابعة وتسعين سنة تابعة وتسعين جات جملة اللي هي وقد منح وقد وقد اهتم هؤلاء العلماء ايضا بالجانب الانساني وقد اهتم هؤلاء العلماء ايضا بالجانب الانسان في الطب في الايه في الطب في الطب نعم كعلاج الفقراء مجانا كعلاج الفقراء مجانا ومنحهم المال والثياب ومنحهم المال والثياب والثياب بعد الشفاء عايز المال ده كان دكتور ريدا هيقولك برضو ده كان درس مقرر في التسعينات وكان اسمه اعمال المصدر لا لا هو عفوا هو عايز المال هو منحهم اه تمام على اساس ايه على اساس ان منح مصدر يعمل عمل الفعل فالمال هيبقى مفعول به ثان لكن هذا الدرس الغي من المنهج اللي هو درس اعمال المصدر يا احمد ايه ان شاء الله طيب هو اسمح لي بس اقوله حاجة كيف بدأ تفضل ازاي زي ما قاله الدكتور محسن كده ان الاعمال المصدر لغي لكن بعد ما الغي اعمال المصدر هو ممكن يجيب للافعال المتعدية المفعولين اللي هي منها منحة برضه نعم اه يعني اه هيجيب مكان المصدر اه هيجيب الفعل اه نعم فانا عايز برضو واركز على كلمة منحة مش انا هاخدها لان هي فعل بقى مش مصدر هي هنا مصدر لكن الطالب انا عايز ويتعامل بقى في السنة الجديدة بتاعت السنة دي 2017 لان الفعل منحة ينصب مفعولين مفعول بها اول ومفعول به ثاني نعم نعم عندي المفعولين عندي هم مفعول بها اول ضمر مبنى في محال النصب مفعول بها اول وعندي المال مفعول به ثاني فضل السور الثاني انا حضرتك يا دكتور في منحهم منحهم انا اخذها في المنهج بتاعها انها مفعول متعد فعل متعد انت قرأتها لان هي فعل متعد لكن هي مصدر نائب عن فعل يقول لحضرتك ازاي بقى بص كده معايا لما قلت تركن الكسل الكسل مفعول به طب ليه دي تركن ديت مصدر ما هيش فعل انا ما قلتش اترك هي مصدر نائب عن الفعل اترك طب منحها بمعنى امح اللما كان مقرر طب دلوقت الطالب خلاص المصدر نائب عن فعل يتلغى لكن تتعامل معها على ان هي الفعل منحة يعني والد يجي لك السنية دي الفعل منحة في الامتحان وهو ينصب مفعولين وهو فعل متعد زي ما انت قلت فعل تفضل هو دكتور محسن هو فاهم ان منحها ينصب مفعولين بس هو اتلغبط لما قرأها اسم منحهم تمام تفضل سؤال الثاني حضرتك في انتحان سنة الفين دور تاني سنجل في جاء قال في الاستخراجات استخرج جملة خبرية وبين محلها استخرج جملة خبرية جملة خبرية وبين محلها انت هتجيبها زي الدكتور ده ما هيقول لك حالا ممكن تكون خبر للمبتدأ يا احمد وممكن تكون خبر لناسخ من النواسخ المحل بتاعها طبعا ان كانت خبر لمبتدأ هي في محل رفع وان كانت خبر لفعل ناسخ تبقى في محل نصف وان كانت خبر لحرف ناسخ تبقى في محل رفع ممكن تقول القطعة كده تقرأ العمل الخلاق يبرز خلاص يبرز طاقة الفرق العمل الخلاق يبرز خلاص خبر المبتدأ يبقى الخبر المبتدأ جملة يبرز سؤال التالت سؤال التالت في امتحان سنة الفين وتسعة دور اول في السودان في جملة في القطعة بتقول ويصبح انسانا معدوم الهوية هو عايز اعراض كلمة الهوية الهوية انا مضاف اليه ولا نابفاعل لا مضاف اليه طب ليه مش نابفاعل لو قلت معدومة هويته تبقى نابفاعل لان انا اضافت الهوية الى معدوم وانت عندك القاعدة بسيطة قوي اللي هي المعرفة بعد النكر مضاف اليه لكن لو قلت معدومة هويته تبقى هويته نابفاعل على اساس ان انا اقدر اجيب ما كانها الفعل المبني المجول في الوقت ده. واقول تعدم هويته. طب ها شاهزنا مش شراف مش قدوم اسم المفعول. بس هي اسم المفعول هنا مضاف في هذا المثال. وبس في الدقة النحوية كانوا قالوا في كلمة الهوية ديت. بس طبعا دي مش خاصة بالطالب يعني. نعم. ان هي مضاف اليه من اضافة اسم المفعول الى معموله. نعم. الكلام اللي عايز اقوله يعني. مضاف اليه من اضافة اسم المفعول الى معموله. اللي هو نائب الفعل بتاعه. تمام. هي اضافة يا احمد وليست نائب فاعل. شكرا. شكرا الله لك يا احمد. دكتور رجل هنعود الى اسس بناء المسرحية. وكنا نتحدث عن الفكرة كاساس المتين من اسس بناء المسرحية. وقلنا لابد للمسرحية من فكرة. تمام. لان انا في النهاية انا بقول الرجل دي عايز ينقل ايه. او المؤلف عايز يقول لنا ايه. او الرسالة اللي هو عايز يوصلها. زي ما قلنا للطلبة قبل كده. ان في رسالة عايز يوصلها كاتب القصة القصة القصيرة. برضو كاتب العمل الروائي او الاديب المسرحي. اه يعني عايز فكرة معينة هيبرهن عليها من خلال الاحداث ومن خلال الشخصيات. تمام. اه. هذه الفكرة. اهل تتنوع ولا لابد لعمل المسرحي من فكرة واحدة. لا 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 طبعا اطلاقا انا مفيش عمل فني اصلا له فكرة واحدة. نعم. سواء كان رواية او كان قصة قصيرة او كان مصرحية. تمام. يعني لما اجا اقول فكرة مثلا اجتماعية. مثل مصرحية الست هده لأحمد شاو. تمام. طب عندي فكرة سياسية. وطني عكا. لعمل رحمان شرقاو. عندي فكرة خلقية. اه حفلة شايل محمود طيمور. نعم. يبقى اذا تتنوع افكار المسرحية. شرطة اساسي ان تكون هذه الفكرة مضمونها جيد ولا تقدم بصورة تقريرية. يعني ايه بصورة تقريرية. يعني المشاهد او القارئ هو يلمح هذه الفكرة من خلال الاحداث. انا ما بقولوش كده ككاتب. انا بعلاج لك مشكلة كذا. لا هو يدرك هذا الامر يعني. نعم. بيشعر بي. بيحس بي. طبعا ليس فيها التقرير المباشرة. يعني ما نعود تاني الى شروط جودة الفكرة. هنقول مضمون المسرحية يبقى ناضج. لان النضج فيها يحقق الامتاع والفايد. وان الفكرة لا تقدم مباشرة. بل يجب ان تقدم الفكرة في اطار الحكاية المسرحي. يعني ان المشاهد هيعمل العقل. يعني بيبقى عارف الامور مشي ازاي في العمل المسرحي. الحكاية العنصر الثاني من عناصر بناء المسرحي. ماذا عنها دكتب؟ طيب لما تكلم عن الحكاية هي العنصر الثاني من عناصر بناء المسرحية وهي متركبة على الفكرة ايضا. نعم. انا عندي فكرة انا عايز علج موضوع معين. الموضوع ده المشاهد هيلمحه زي ما قلنا كده من خلال الاحداث. نعم. طب الاحداث هي هدول ازاي? على السنة مجموعة من الشخصيات. طيب. هذه الاحداث يعني ايه الترتيب بتاعها? يؤدي السابق الى اللاحق واللاحق يترتب على السابق. نعم. يعني انا عندي حدث معين انا عرضته في الفصل الاول. يعني الشخصيات بتحكم مع بعض. طب يعني. بحيث ان انا بيوصلي كمتلقي الفكرة. وبعرف من خلال الحوار بين الشخصيات ايه وجهات النظر اللي قد تتباين اه او تتفق ما بين الشخصيات. شوف احنا قلنا في الهيكل بتاع المسرحية التعقيد. نعم. طب التعقيد عبارة عن ايه? احنا قلنا مجموعة رؤى لمجموعة شخصيات. نعم. طيب. انا عندي رؤية لشخصية معينة. الشخصية دي لما هو يرى يعني مثلا لو انا اتكلمت كده ان انا عايز اعمل امتحان لطلاب اه والامتحان ده يكون مثلا فيه شيء من الصعوبة. نعم. فجيت انا قلت انا اصعب الادب. نعم. وبعدين الشخصية التانية اللي معايا. قالي لأ اه خلينا نصعب مثلا في النحو. نعود الى هذا المثال مرة اخرى بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو ان فقدنا الاتصال. اه اه المثال مرة اخرى يا دكتور. تاني. انا عايز اعمل امتحان والامتحان في مجموعة نقاط صعبة. نعم. فانا عرضت ان اعمل الصعوبة في الادب. نعم. وزميل لي قالي لا انا اعمل في النحو. فانا قاله طب بس خليني الاول كده انا اعمل في الادب. قمت اعمل في الادب. اللي ترتب على ان انا عملت صعوبة في الادب. ان اعمل سهولة في النصوص. نعم. لما اجي اعمل صعوبة في النحو. يبقى انا كده اي عندي السابق يؤدي الى اللاحق. يعني انت مش تامل الامتحان كله صعب. فانت عندك في اللي احنا بتكلم عنها للحكاية بتاعت المسرحية. نعم الحكاية المسرحية. اللي هي جسد المسرحية اصلا. نعم. اللي هي ناتجة عن الافكار اللي عندي نافذت عن الموضوع اللي عايز الردو بكاتب وانا كمتلقي او قارئ للعمل المسرحي لاحظتها من خلال الحوار بين الشخصية ده اساسي انت حتى اوقات المشاهد وبتفرج على المسرحية بيتنبأ بتصرف شخصية معينة من خلال الموقف العمل وقبل كده السابق نعم عشان كده بنقول السابق وقد للاحق يقولك وبعد كده يعمل كذا شوف مش انا قلت لك ويعمل كذا يبقى اللاحق ترتب على السابق معنا هذا لاتصال دكتور رضا سلام عليكم تفضل عليكم السلام وانت بصحة والسلامة الرمضان كريم اكرمك الله واعزك الله انا بشكركم جدا انا مصر على الشرح الجميل ده سدقني انا مقصود جوا سدق ده بالشرح الجميل ده من اي المحافظات من المينيا اهلا بيك وباهل المينيا الكرام الله خليك مصر انا بجيكتب موضوع تعبير مش بعرف اتكمل الاخر ما بتعرفش تكمل موضوع التعبير للاخر اه انت عايز توصل الاخر الحمد لله كده وتوصل بالسلام وتاخد الدرج ايه طيب اه فيه سؤالك تاني لا بس هو كده شكرا طيب شكرا الله لك اه هتسمع كده من خلال التلفاز حديث الدكتور رضا كيف يتسنى للطالب ان يصل الى اخر الموضوع وياخذ الدرجة يعني اه مكتملة بمشيئة الله تبارك وتعالى يعني انا انا اظن ان حصول الطالب للدرجة النهاية في التعبير اه يكاد يكون من الصعوبة بمكان ليه بقى موضوع التعبير فيه اشكاليك بري جدا وكثير من الطلاب يعني حق نقرب نقرب للدرجة نقرب للدرجة بس هو فيه مشكاليك بري جدا تمام هو موضوع التعبير ده معمول ليه اصلا على اساس ان انا عندي طالب في الثانوية عامة انا بقول الطالب ده ربما في يوم الايام يكون كاتب صحفي نعم كاتب مقال كاتب روائي كاتب قصصي طيب ايه المقدمات اللي تخلي الطالب ده يبقى كده المفترض المقدمات بتاعتي انه هو يكون طالب قارئ من البداية نعم هو عنده ثقافة هو الطالب للأسف الشديد متعود على انه هو من خمسة ابتدائية او من ثلثة ابتدائية يجيب له موضوع عن قيمة الوقت عن الرياضة عن الصداقة عن التعاون هو عايز يكتب في الموضوع دي لا انت بيجي لك موضوع انت المفترض عندك ثقافة لغوية بقى خلاص انت طالب تبت الثانوي نعم فبتعبر عن هذا الموضوع ايه مشكلته خمسة طور كمان مرة طبعا هقوله لا ما فيش مخزون لغة وعند او ما فيش مخزون لغة ولا ثقافة عند الطالب اصلا دي مشكلة كبيرة جدا يعني طيب احنا من شوية لما تكلمنا عن هيكل المسرحية فانا قلت اضربت مثل بالتعبير قلت مقدمة وموضوع وخاتمة ودي فيها اشكالية تانية خالص برا للأسف بعض الطلاب فاكر المقدمة ان هي قالب محفوظ بعض المدرسين كده حفظوه القالب معين ويقعد يقولك بقى انه من دواعي سروري يعني انا مش عارف لما اجي اكلمك عن الحرب من مصر واسرائيل تقول لي من دواعي سروري يعني لما اجي اكلمك عن مشكلة الفقر وازاي بن عليك هتقول لي من دواعي سروري انا نتكلم فاذا الموضوع لا اولا مقدمة الموضوع لابد ان تتماشى مع الموضوع نفسه يعني متوقع من جسد الموضوع هو اساسا كده بس الفكرة في ايه بقى دكتور محسن ان الطالب يكون عنده القدرة على ان يصيغ مجموعة جمل تتناسب مع الموضوع لا تقل عن ثلاثة أسطر بمعنى لما انا ذكرت بس السطر صغير الشباب هم عماد الأمة طب اعمل انت مقدمة كطالب بقى لا شك ان الشباب في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر من العصور هم الشباب الاول للأمة هم الاداة التي تستخدمها الأمر النهوض سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يبقى انا حتى دخلت للموضوع من الموضوع بالضبط كله ابدأ اتكلم مفيش حاجة عندي اسمها يعني للأسف لما جيل امتحانة السنة اللي فاتت فبيقول له اكتب 25 سطر خمس فقرات والطالب قاعد يضرب اخماس في ازاس يعني خمس فقرات ولا تشغل بالك انت كتب موضوع التعبير عادي وانت من غير ما تقصد طلع نفسك مقسمه فقرات يعني مقسمه فقرات انت لقيت خمس سطور وبعدين رجعت من اول السطر كتبت اربع سطور رجعت من اول السطر كتبت تلات سطور لكن في بعض الزمر للأسف الشديد يقول للطالب انت بين كل خمس سطور سيب سطر هو ده كلم يعقل لا طبعا للاطلاق يعني فد معنا هذا الاتصال دكتور رضا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ازايك يا سيد زارة رضا يا حبيب الله يخليك ده سمح اهلا بيك حبيب الحمد لله كل السلام طيبين وانت طيب فدري خلم معي بس اول حاجة سؤال في النح سؤال في النح استفهم استفهم هات من هذا الفئة لمصدر صريحا في جملة واسم مرة في جملة مصدر صريح في جملة واسم مرة في جملة واسم مرة في جملة في جملة قرأت رقم ثلاثة قصص قرأت ثلاثة قصص رقم ثلاثة بالحساب يعني ها قصص اي واثناشر جريدة واثناشر ايه جريدة سؤال اخر اه متى ظهر فن الرواية في الادب العربي متى ظهر فن الرواية في الادب العربي وما اول رواية ظهرت وما اول رواية ظهر ومتى ظهرت ومتى ظهر طيب انتهت اسئلتك يا مستر بعد الزا مستر نعرف موضوع التعبير ليه يعني نسق اللي احنا خمسة عشرين سطر بنسيبه سطر يعني مسافة في كل فترة ولا ايه بتسيب مسافة الدكتور ده كان لسه يحدثنا الان عن ترك مسافة او ترك سطر بين كل فقرة وفقرة طيب يا بس بعد الزا بس الكشف في الموجة المحيط مقرر علينا ولا ايه الدكتور ده هيقولك فيه كلمة كلمة فعو مكشفة عنا في الموجة كلمة فعو طيب قولي الحروف بتاعيتها كده عشان نطق بتاعك جير واضح فيه عين واو والف اه اه فعو ده من وعه من الفعل وعه تمام طيب انتهت اسئلتك خلاص تمام استمع الينا بقى من التلفاز تمام عايز مصدر صريح استفهمة طبعا استفها اي جملة فعا كلمة استفها طيب وانا كطالب اجيب المصدر الصريح ازاي طبعا انا اسهل حاجة يا دكتور رضا من وجهة نظر الطالب هيقولك انا هجيب المفعول المطلق تمام انا موافق اه يعني خلينا اقوله بس المصدر هو عبارة عن نعم اسم ليس فعل ولا يس حرف تمام اسم يدل على حدث يعني على حد حصلت يعني ما يجيش طالب يقول لي غير مرتبط بزمن تمام ما يجيش طالب يقول لي ما كلمة مدرسة اسم اقول له لا تدل على حدث نعم يقول لي طب ما كلمة حسام اسم لا يدل على حدث تمام انا بقول اسم يدل على حدث قراءة دلت على حاجة تقرأت غير مقايد بزمن يبقى اسم يدل على حدث غير مرتبط بزمن طيب حضرتك قلت يصلح هذا الاسم ان انا اخليه من عندي مفور مطلق صح طب انا برضو طالب يعني على قدي شوي انا عايز اقول له فيه حاجة بالبلد كده يعني اعملها هات اسم من الفقرة الاسم ده ينفع تحطه ابليه بالبلد كده كلمة بطل يعني يستفهم بطل استفهام يبقى اصبحت استفهام ده المصدر الصريح من استفهمك نعم طب انا استقبل هذا اللي تسأل دكتور رضا ثم نعود الى الاسئلة التي كانت معنا السلام عليكم عليكم السلام يا مستر لو سمحت عزة اسأل عن كلمة اكشف عن المعجم في كلمة السلسابية طب التعقيدات دي دكتور رضا الدكتور غازي يعني قال انها مبت يعني بعيدة كل البعدة عن حيث طلاب السنوية صحيح خليني ارجع الاول لاستفهام تده طيب انا جبت استفهام اهي ده المصدر بتاعي طب انا عايز اجيب اسم المرة من استفهام نعم حط تاق مربوطة اصبح عندك اسم مرة استفهامة عشان ان المصدر بتاع الفعل استفهامة لا ينتقل بتاق تأنيس لان المصدر استفهام يبقى انا بروح اقول ايه اجيب المصدر اللي واستفهام واحط له التاق تأنيس مربوطة زي كلمة اندفعة المصدر اندفاع اسم المرة اندفاعة اجتمع المصدر اجتماع مفيش فيه تاق تأنيس لكن كلمة انارة مصدرها انارة في تاق تأنيس افرق بينه من المصدر باضافة او بذكر كلمة واحدة بعد انارة طيب كان عندنا سؤال كمان خرقته ثلاثة قصص واثنشر جريد وده من دروس الصعبة على الطلاب اوه عايزيني تكتبها اوه عايزيني تكتبها عشان ولادنا ييعرفوه يكاد يكون من اصعب دروس المقررة على الطلاب بس هو الطالب بيهو اللي بيتوي نفس برضا احنا بنقول طيب العداد من ثلاثة الى تسعة تخالف المعدود طب انا عندي العدد رحل واحدة عشرة دخل معاه هتاخد بس قسمين عشرة يعني من ثلاثة الى تسعة تخالف المعدود طب الرقم ثلاثة انا عندي كلمة قصص مفرد قصص ايه قصة طب قصة مذكر ولا مؤنف قصة مؤنف وانا من ثلاثة الى تسعة تخالف يبا يديت لما اكتب اكتب ثلاثة ما اكتبش ثلاثة طيب اجل العدد اتناشر انا عندي العدد اتناشر ده مقصم والصين بقى اتنين لوحدها وعشرة معايا طب العدد واحد واثنين يوافق المعدود طب انا عندي كلمة جريدة مذكر ولا مؤنف مؤنف يبقى كلمة اتنين هنا بقى تبقى اثنتا طبعا انا حاول الالف الى ايه عشان حسب سياق الجملة حسب سياق الجملة اذا كان مرفوع اذا كان مرفوع فهي اثنتا منصوب او مجرور فهي اثنتين هي معطوفة على ثلاث قصص الجملة بتقول ايه الجملة كانت بتقول ايه قرأته سلاس قصص خلاص يبقى اثنتين معطوف منصوب بالي تمام اه يبقى تبقى سياق الجملة اللي بديها لقى اثنتين عشرة جريدة هنا بس عايزة اوصله لي جات عشرة تبقى احنا قلنا العدد عشرة له حالتان اذا كان مفرد فهو يخالف اذا كان مركب فهو يوافق يوافق طب هو هنا مركب مع اتناشر معت العدد اتنين تمام وجريدة مؤنس تبقى اصبحت عشرة اثنتا عشرة نعم اه طبعا الكشف المعجم في فهو احنا قلنا وعا ظهر فن الرواية في الادب العربي طبعا مع العصر الحديث والرواية اللي كانت زينب محمد حسين هيكل اللي كتبها في فرنسا ده كان 1910 السؤال بتاع سلسبيل طبعا يعني ايه بعيد عن التعقيدات لا يأتي مثل هذه الاسئلة يا كده يكون مستحيل طبعا طبعا حتى هو بيجيب الكلمات دلوقتي من الفقرة في الغالب اللي بيكشف عنه معنى هذا الاتصال دكتور رضا فضل السلام عليكم السلام عليكم مزاكرا دكتور بن عصد اهلا بيك مزاكرا دكتور رضا يا اهلا بيك حبيب حضرت انا نستخدم التعبير تعبير حضرتك انا ملازم ان انا احفظ ابيات شعر وابتنى في التعبير هل هو مطلوب منه دايما ان يكتب في موضوع التعبير لا خالص في ضوء الاستشهاد بابيات من الشعر على الاطلاق يعني هي طبعا هي تطوّع من الطالب لكن غير ملزم بها بس من الاخسن برضا دكتور رضا قد نفرض انا طالب حافظ عندي ابيت شعر ممكن استشهد بيه الموضوع معين وطالب تاني ما عندوش لا يقلل هذا من قدر موضوعه مدام بيتكلم عن الفكرة المخورية للموضوع يمكن فضيلة الدكتور غازي اخذ القرار هذا العام بان يصحح التعبير في اخر تصحيح الورقة حتى يمكن اعطاء الورقة الدرجة النهائية وقد صرح لنا بذلك في بعض اللقاءات في بعض المحافظات الجمهورية قال احنا نصحح التعبير في الاخر عشان الطالب لا يحرم من الدرجة النهائية ان كان افل الموت يعني ايه او الفروح الفروح نعود الى يعني اسس بناء المصرحية وندخل الان الى عالم الشخصيات ما المقصود بالشخصيات وما انواعها طيب هو موضوع الشخصيات يكيد يكون المحور دوت من اكثر المحاور التي تكررت الاسئلة بتاعتها في الثاني نعم نعم الشخصيات باستقراء الامتحانات السابقة ده صحيح طيب الشخصية في المصرحية بقى في فرق صغير ما بينها وبين المصرحية في الرواية نعم ما بين الشخصيات في الرواية اه طبعا الشخصية في المصرحية لابد ان تكون من النماذج البشرية فقط نعم طيب هي في الرواية ممكن تكون حاجة غير النماذج البشرية نعم اه ممكن تكون على الاسئة يعني ممكن تكون على الاسئين تطروا الحيوان الطيور والحيوانات زي افتان كارتون بتاعت الاطفال تمام لكن المصرحية ده في حوارها يجرى ما بينها لابد أن تقوم بتمثيل هذه المصرحية النماذج البشرية طب هذه النماذج البشرية اللي هي الشخصيات تنقسم من حيث الأدوار إلى شخصية محورية وشخصية ثانوية طيب باللغة الدرجة بتاعت الشباب يقول لك الشخصية المحورية من وجهة نظره يعني يقول لك هو بطل المصرحية طب يعني بطل المصرحية بطل بقى مش معناها الشجاع الشجاع السيمة والقصة ديت لا بطل هو الشخصية المحورية خلاف البطل في العمل الروائي اللي هو ممثل في فيلم يعني الشخصية مختلفة على فكرة وحتى في الرواية برضو البطل هو الشخصية المحورية التي تتعلق بها الأحداث أيا كان بقى هو يتسم بالشجاع أو جبن هذا موضوع تاني لكن الشخصية دي لابد أن تستمر مع من بداية العمل المصرحي وحتى النهاية لأن الشخصية المحورية تدور حولها الأحداث ترتبط بها الأحداث على شكلة شخصية مثلا كيليو بطرة في مصرحية مصرع كيليو بطرة للتوفيق لأحمد شاوي لأحمد شاوي طب الشخصيات اللي بتساعد البطل دي اللوع الثاني بقى اللي هي الشخصية الثانوية اللي هو باللغة بتاعتنا برضو يعني مش أساسية لا طبعا بس اللي هي دور مهمة جدا على فكرة نعم احنا بنقول عليه دايما الكمبرس طب الكمبرس ده بابرة عن إيه بقى اللي هو الشخصية الثانوية نعم هو الكاتب المصرحي بيستخدم هذه الشخصيات لإلقاء الضوء أو مزيد من الضوء على أحداث المصرحية أنا عايز أوضح الفكرة بتاعتي اللي أنا بعالجها إيه هي طب أوضحها إزاي أنا ممكن أجري حوار ما بين شخصيتين ثانويتين من خلال هذا الحوار يستشف المشاهد بتاعي إيه الفكرة اللي أنا عايز أعرضها تمام طيب عندي نقطة كمان في الشخصيات عشان أقول لسه الشخصيات ما خلصتش لان هي أكتر حاجة بتتكرر يعني كده هندخل إلى باب الشخصية من حيث التطوير والتكوين أو التطور والتكوين طيب بمناسبة التطور والتكويني بأنا عايز أقول للطالب كده مبدئيا لما تيجي تتكلم عن الشخصيات خلي في دماغك ثلاث نقاط النقطة الأولى أنواع الشخصية من حيث الدور النقطة الثانية التطوير النقطة الثالثة الأبعاد النقطة الثالثة الأبعاد طب تكلمنا عن الدور قلنا محورية وثانوية طب لما تكلم عن الشخصية المتطورة النامية والشخصية الثابتة هي الشخصية الثابتة سواء في العقل في العمل الفن الكل على فكرة سواء كان روائع أو مصرحي مسطحة ومكروهة يعني مي مسطحة ومكروهة مثلا لو أنا بتفرج على فيلم كده وبعدين عند شخصية سلبية من بداية الفيلم وحتى النهاية هذه الشخصية بالنسبة للمشاهد حتى صغير السن هو مكروه لأنه لم يتطور مع الأحداث ولم يغير من سلوكيات وكلام ده من لقيه برضو في المصرحية في المصرحية كدلي على خشبة المصرح طب الشخصية التانية تتطور مع الأحداث انت ممكن يكون عندك في المصرحية شاب مستهتر جدا جدا لا علاقة له بالوطن ولا بالانتماء الوطني وفجأة مع حدث معين يتحول إلى بطل يعمل للنهوض من أجل الوطن والمقاومة والدفاع وكلمنا فعلا يا دكتور رضا مع شخصية سعد في مصرحية اللحظة الحارجة ليوسف إدريس تحول سعد إلى بطل بمجرد إحساسه بالخطر الناشئ من العدوان الثلاثي عام 56 طيب كده تكلمنا عن نقطتين في المصرحية لسه جوانب البعد بقى نعم البعد عبارة عن إيه أنا عندي بعض شكلي وعندي بعض نفسي وعندي بعض اجتماعي يعني أي بعض شكلي البعد على فكرة كل أبعد تنطبق على الشخصيات الثانوية والمحورية تمام إزاي بقى أنا عندي بعض شكلي ممكن بطل المصرحية يكون طويل أو أصير وكذلك الشخصيات الثانوية أبيض أو أصمر من حيث البعد ده من حيث الشئ النفسي أو الجانب النفسي لا هو النفسي بقى أنا عندي طيب وشريش تمام أو بيحب أو بيقرش تمام طيب بالنسبة للبعد الاجتماعي ممكن تكون الشخصيات المحورية غنية أو فقيرة وكذلك الثانوية غنية أو فقيرة بتظهر براعة الكاتب في النواة بيتناول الجوانب دي كلها في العمل المصرحية وكتوريدة من خلال الأحداث وتطور الحوار وتدفق الحوار طبعا الجملة المهمة جدا في أدب المصرحية لا مصرحية بدون صراع ما الصراع في العمل المصرحي وما أنواعه طيب هو احنا قلنا قبل كده الصراع بيجي ازاي احنا تعرفوا ازاي احنا قلنا المصرحية مقترنة بايه بالتمثيل والتمثيل المصرحة يابر عن ايه حوار ما بين الشخصيات طب كل شخصية بتتبنى وجهة نظر طب كل شخصية متبنية لوجهة نظر بتدفع عنها طب دفعا عن وجهة نظري يؤدي إلى صراع مع الشخصية الأخرى قد أصطدم في رأيي برأيي آخر وفي النهاية تكون الغلبة لأحدى وجهات النظر التي تتبنى الشخصيات وهذا ما ينتج أو ما يسمى بصراع ولا مصرحية بدون صراع يعني ممكن يقولي لا مصرحية بدون صراع اشرح ذلك تمام لأننا اشرح طبعا الصراع ممكن يكون اجتماعي أو خلقي أو ذهني المظهر الحسي للمصرحية هو الخوار تمام الحوار يعني ايه في العمل المصرح طبعا لما تكلمنا الأول بس عن الفكرة وتكلمنا عن في قصة المصرحية والحكاية والشخصيات هو ايه الحوار أصلا مش احنا نلسى بنقول لأدب المصرح المقترن بالتمثيل تمام طب التمثيل ده عبارة عن ايه وانا على خشبة المصرح ممثل بيتكلم والتاني بيرد عليه تمام يعني جمل على أذن الشخصيات الجملة اللي ينطقها الممثل الأولاني هي اسمها جملة محورية جملة حورية أسف جملة حورية طب هيرد عليه التاني اسمها جملة حورية طب الجملة حورية دي كم كلمة يعني تختلف حسب طبيعة الموقف نعم حسب طبيعة الموقف نعم قد تطول أو تقصر في جملة حورية طويلة وفي جملة حورية قصيرة إذن الحوار هو وممكن تتفاض في الفصاحة برضا دكتور ريك هنقول حاجة مهمة جدا في الحوار هو الحوار برعا جمل بتنطقها الشخصيات تدور على لسنة الشخصيات على خشب المسرح هذه الجمل تعبر عن طبيعة الشخصية يعني أنا بحكم على الشخصية دي إنه متزن أو حكيم أو رازين من خلال طبيعة من خلال الجمل بتاعته تعبر عن طبيعة الشخصية وعن نواياها المقصود بالنوايا هنا على فكرة اللي هيقوم به الظروف المسرحية مش هنية بتاعته المقصود عن أدوارها إلا أنا ممكن أتوقعه إلا أنا متوقعه من خلال الأحداث نعم شروط جودة الحوار المسرحي أو الجمل الحوارية المسرحية ممكن يجي لي سؤال وخارج توقعات الطلبة تمام والله يعني أنا أظن من الصعوبة أن يجي السؤال دوت يعني هم نقحوا في المسرحية شوية لما كان بيقوله حاول تخلي الجمل الحوارية بتاعتك مناسبة للموقف الجملة تكون قصيرة ما تكونش طويلة ما تعملش مالا عند المشاهد بتاع المسرحية إلى خلال نعم يعني أن الجمل الحوارية تبقى مناسبة لطبيعة الشخصية زي ما قلنا في عمل فني وتوصل الفكرة اللي عايز الكاتب المسرحي أن هو يوصلها ويبقى فيه في الجمل الحوارية تدفق وحيوية وفصاحة وهنتكلم عن الفصاحة بعد قليل في العمل المسرحي إذا عرّجنا سريعا على الفرق بين الرواية والقصة القصيرة والعمل المسرحي في جمل بسيطة دكتور رضا ممكن نقول إيه نشوف يعني الحقيقة فيه تشابه يعني الطالب لو فاهم وأجاب بفهمه تمام تحسب له الإجابة لأنه هو يجاوب بفهمه من خلال ما ذاكر فيه أدب القصة القصيرة وأدب الرواية أدب المسرحي كأنه بيتكلم عن كل فن من هذه الفنون السلاسة في عبرة واحدة أو في سطر واحدة خلينا أقوله بالنسبة للرواية أقول بس أن هي متشابكة متعددة الشخصيات لما تيجي تكلم عن المسرحية يكفيك أنك أنت تقول بس الخمس نقاط اللي احنا قلناهم في الحوار والفكرة والشخصيات أنت كده بتفرق ما بين العمل الفني في المسرحية وما بين الرواية ولما جاءت تتناول القصة القصيرة القصة القصيرة خلاص هي تتناول جانبا واحدا فقط من الحياة بالوصول إلى الحل تنتهي القصة القصيرة نعم متى أصبحت الظروف مهيئة لتطور المسرح المصري وتعدد اتجاهاته بعد ثورة تسعة عشر ونمو حركة النضال الوطني هنتكلم عن الأديب محمد طيمور وأخيه محمود طيمور وفضل الأسنين على العمل المسرحي الأديب محمد طيمور بداية أولا محمد طيمور هو تناول المسرحية الاجتماعية نعم أولا محمود طيمور أضف لها بس المسرحية التاريخية طب المسرحية الاجتماعية عند محمد طيمور هو حب يعالج مشكلات مزمنة في المجتمع طبية الأبناء تربية قصية وعمل لها مسرحية اسمها العصفور في القفص حب يعالج الإدمان وما يسببه في خراب البيوت أيضا في مصرحية الهوية جه محمود طيمور عمل مصرحية تاريخية اللي اسمها اليوم الخمر اللي أخدها من الشعر الجاهلي تعامر القيس بعد ذلك متى دخل الأدب المصرحي في مرحلة الازدهار الحقيقية وعلى يد من؟ طبعا دخل مع بداية القرن أو الربع السنة من القرن العشرين على يد أحمد شوقي ورائد المصرحية الناسية وفي الحكيم معنا تصال دكتور رضا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش كان عندي أسئلة بعد إذن حضرتك تفضلي هو في القصة ما الحقيقة التي اكتشفها الصبي بعد موت أخته ما الحقيقة التي اكتشفها الصبي بعد موت أخته وفي سؤال تاني إجماع النقاد على أن تأليف البيروني في التاريخ من خير المراجع هنا هكتب اسم الكتاب اللي هو مال الهند من ما كله مجبولة في العقل أمر ذوله ياريت ياريت وتشرحي هتقولي التعليل بتاع السؤال لأنه هو استطلع أخبار الشعوب الشرقية وما يتعلق بها من عادات وتقاليد وأنظمة حياة مختلفة طب في سؤال تعدادة اتجاهات المسرحية العربية في بداية القرن العشرين اتجاهات المسرحية العربية في بداية القرن العشرين ناقش هذه العبارة مع تطبيق العناصر المسرحية على نموذج من هذه الاتجاهات تطبيق هذه العناصر على نموذج من هذه الاتجاهات على نموذج من هذه الاتجاهات أعتقد أنه كان في المنهج القديم أيها هو موجود في كتاب الوزارة ما أنا بقول في المنهج القديم قبل التنقيح يعني أنا ساعتها قلت ممكن نقول محمد تيمور أو أحمد شوقي مش قصده كده لا 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 يعني مثل هذا السؤال لا يأتي لك في الامتحان لأنه كان يدور في الفلك بتاع المسرحية قبل أن تنقح أو تصل إلى حجمها الحالي في كتاب وزارة التربية والتعليم طيب هو آخر سؤال بس لما نيجي نكتب بموضوع تعبير هل ممكن نحط خط تحت الكلمات الرئيسية أو اللي هي الكلمات اللي بتبقى يعني مميزة في وسط ولا دي تعتبر علامة في الورقة يا رأيك دكتور رضا في هذا السؤال أولا هو كلمة علامة ديت طبعا مستحيل أنا لحد لو عملت مية علامة في الورقة بتاعتي أنا ما رفش ورقة هتتصحح فين ده ورق من اسكندرية الأسوان ورق القاهرة مش هتتصحح في القاهرة ورق اسكندرية مش في القاهرة مش في اسكندرية آسف ورق أسوان مش في أسوان يعني وفي عملية تبادل في التصحيح في الغالب يعني عايز أقول بس نحن عندنا كم كنترول كده حضرتك عارف كم قطاع كده فهي وفي نقطة مهمة جدا أنت عمرك قرأت في مقال أن في حد حطت خطوط تحت العناوين الرئيسية لا على الإطلاق أنت بتكتب عادي جدا جدا المصحح بيقرأ الموضوع هو اللي بيحدد الأفكار بتاعتك من خلال قراءته للموضوع ما غير أنت بتتعب نفسك في الموضوع ده طب حتى في النصوص أو في الماجي أكتب في القصة يعني أحيانا بنستطرد في الكتابة فباب عايز أحط خطوط تحت اللي هي الكلمات الرئيسية مسموح ولا مش مسموح؟ دي مسموح بها جدا ما فيهاش مشكلة خالص طب اكي وعلى فكرة جميلة اللي حان نقطة دي بيبقالها سؤال الحقيقة اللي اكتشفها الصبيبية بعد موت أخته دكتور رضا قبل ما اقول الحقيقة اللي اكتشفها عندي مشكلة كبيرة جدا في القصة نعم القصة التحصين نعم طبعا احنا دلوقتي متفقين بأن على النظام الجديد أن القصة ما بيجيبش فقرة في الامتحان هو بيجيب الأسلام مباشرة نعم الطالب بيقع في مشكلة كبيرة جدا إذا ما كانش طالب مميز نعم كيه المشكلة بيقع فيها الطالب بقى طول السنة معتمد على حاجة واحدة بس ما يسمعه شفاهاتا من معلمة نعم ما قرأتش أحداث القصة ما قرأتش أحداث القصة يباطن أصف الدرجات تقول لي زي أقولك أنا بقولك كده هتقول لي أنا بسمعها من المعلم بتاعي والمعلم دوة يعني ما هوش ما هوش نبي هو معلم هو بشر عادي جدا نعم طبعا إذا كان بشر عادي جدا ممكن ينسى ممكن هو نفسه ما يكونش ملم بالأحداث قوي ممكن هو بيحكي لك الموضوع بيقولك باختصار اقرأ انت فكل من يقرأ القصة قراءة جيدة واعية لابد أن يحصل على الدرجة النهاية في القصة إن شاء الله نعم ولذلك السؤال ولذلك السؤال دوة ما الحقيقة بعد موت أختي هو ألا صراحة على فكرة طاحسين في القصة بتاعته فأوقات في معلم ربما هو بيسرد للطلاب بتاعه ما تجيش على الذهن أو ما افتكرهاش هو نفس طاحسين بيقول إيه بقى وهكذا فقدت أختي حياتها بسبب الجهل كما في حياتها نعم بسبب الجهل كما فقدت أنا بصري على يد حلاء القرية منذ الصغر يبقى هو ربط ما بين نقطة إيه الحقيقة هي بقى إن الجهل هو السبب في موت هذه الطفلة كما كان الجهل سبب في فقده للوصر آه لكن بعض الطلاب بيسألني يا دكتور رضا طب وإيه الحقيقة اللي اكتشفها بعد موت أخيه فتى الطب تمام هو بالنسبة آه بالنسبة لفتى الطب هنا إشنا قلنا الجهل طب انتقل إلى أخيه فتى الطب هو اكتشف حقيقة هو اكتشف حقيقة مرة عند أخيه الفتى بيقول إن هذه الحياة تستطيع أن تجعل الإنسان يشعر باللذة أو يشعر بالألم تهون أو يمر الإنسان بمجموعة ظروف تهون عليه الحياة فيكرهها أو تجعله يحب هذه الحياة فمنها أخوه اللي هو كان مرشح لكلية الطب وفقد إيه العمر بتاعه نعم إذا عودنا إلى أدب المصرحية فرائد المصرحية الشعرية طبعا أحمد شوقي ورائد المصرحية النصرية هو الأديب توفيق الحكيم إن كنا نكتفي بهذا القدر من أدب المصرحية وقد أوفينها حقها فنذهب سريعا إلى امتحان السودان للعام الحالي التاسع عشر بعد الألفين البداية مع قصة الأيام دكتور رضا لأديب العروبة وعميد الأدب العربي طه حسين ماذا يقول السؤال الأول في امتحان السودان لهذا العام؟ زي ما اتكلمنا من شوية أن القصة بيجيب الأسلة بدون فقرة فبيقول تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي نعم يذكر الصبي أنه يحب الخروج من الدار إذا يذكر الصبي أنه كان يحب الخروج من الدار إذا واصل الأب إلى المنزل تناول طعام الغداء غربة الشمس طبعا هو في ضوء الأحداث مع غربة الشمس وإذا تعشى الناس وغربة الشمس هو بيروح يقف عند السياجة دكتور رضا ويوجه سمعه إلى حيث ينشد حسن الشاعر إنشدا شعبيا في قصة أبي زيد وخليفة ودياب وهذا يبرهن على أن طه حسين منذ نعومة أصفاره كان محبا للأدب الشعبي فإن الأدب الشعبي يمتع الأذن بسماع مثل هذه الأصوات المحببة إليه ويريح القلب في النغمة العزبة التي لا تكاد تتغير من حسن الشاعر ولكن اللازة بتاعته ديه هيجي عليها ساعة وتنقطع يا دكتور رضا عشان موضوعه أخطه بقى هو جايب عنها السؤال بعد شوية تمام طيب تفضل في السؤال السؤال رقم اثنين بيقول لم يطق سيدنا صبرا على القطيعة فتوسل بكثيرين إلى والد الصبي طبعا المقصود بالسيدنا هنا هو الشيخ الذي كان يحفظه القرآن في الكتاب نعم فبيقول في الاختيارات توسل إلى والد الصبي الذي أمر اللي هو من الأمر بقى الشيخ حسين نعم اللي هو والد الصبي نعم أمر الأسرة بزيارة أولياء الصلاحين ابنه طلب بصفر القاهرة ابنه بالعودة لكتاب لا أمر بالعودة إلى الكتاب أستاذنا الدكتور رضا في الخروج إلى فاصل قصير نعود بعده لمعالجة وتناول امتحان السودان 2019 طلاب الأعزاء إلى فاصل قصير ثم نعود فانتظرونا عودة مجددة بعد الفاصل ونجدد التحية بأستاذنا الدكتور رضا كامل كبير معلم اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم مع السؤال الثالث من أسئلة القصة في امتحان 2019 فضل لدكتور رضا السؤال الثالث بيقولك أن الصبي لا يفهم معنى لأسماء الرواه ولا العنعنة التي يراها نعم أساس دراسة الحديث طبعا إجابة السؤال الثاني والد الصبي أمر أنه بالعودة إلى الكتاب نعم بيقولك أن الصبي لا يفهم معنى لأسماء الرواه ولا العنعنة والتي يراها أساس دراسة الحديث مملة ويتمنى أن تنقطع تساعد على حفظ القرآن بداية حدثنا الدكتور رضا عن مصطلح العنعنة عشان نفهم هو مش عايز العنعنة دي ليه طيب وانا عندي العنعنة عبارة عن ايه تفضل لما المفترض طبعا إحنا يعني في الشعب المصري يكاد يكون كله إلا ما رحمة رب يعني لما بيذكر حديث أقولك أقولي حديث كده عن حسن معاملة الجار بتقولي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة نعم أو فليحسن إلى جارة نعم طب معاملة الضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة طيب لنا طرف هذا الاتصال بعد إذن الدكتور رضا السلام عليكم حالكم السلام عليكم أزيك يا مصر أهلا بيك تفضل كان عندي بس تلات أسئلة كده عمستك تلات أسئلة تفضل حبيب آآ وفي 2017 الدور التاني 2017 دور ثاني آآ جملة بتقول نسمع خرير جداولك نسمع خرير جداولك جداولك فتطرب آزانونة دي بقى أنا مش عارف أقرى تطرب دي آآ آزانونة دي فاعل ولا مفاعل ولا نايف فاعل آآ نسمع خرير جداولك فتطرب آزانونة تطرب يعني تستلز آآ مش ممكن يقول تطرب يعني وأنها مفعول نعم ممكن تطرب تطرب يعني تطرب ولا هي لازم تطرب تطرب آزانونة فاعل مم يعني أقولك طربة الآزان يعني وصل إليها نغم عزبة كان نحوة ولا كان بلاغة ده كان بلاغة طبعا بلاغة لا نحوة 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 مسيا مش جاية في الجمه بس أنا عايزة أعرف تطرب دي يعني فعلي كده يعني فستطع نحوية آآ 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 تطرب آزانونة آآ هي الحقيقة دكتور رضا آآ يعني ممكن تحتمل آآ كزا وقت أكثر من احتمال يا ممكن تحتمل كمان إن آآ أنا تكون مفعول بي على السنواء وديه هو عايز يقولها عايز يقول لك فتطرب آآ آآ عايز يقول لك كي ما تكونش فتطرب يعني نعم نعم ولذلك آآ هو حط لك خط تحت حاجة منهم لا 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 آآ بس انت عايز تعرفها لنفسك آآ ولذلك هي عشان بتحتمل اكتر من حاجة ما حطش خط يا حبيب آآ صدل آآ العامل ينبغي انصافه العامل ينبغي انصافه انصافه مكافأة على جهوده مكافأة على جهوده آآ كل الانصاف كل الانصاف هي مكافأة دي كده مفعول بي ولا هي مفعول لك ليه ينبغي انصاف ينبغي انصافه مكافأة مش بتعلل مش ممكن اقول انصف ممكن يعني ينصفه مكافأة على جهودي كل الانصاف. لا اصلا ينبغي ده يعني فعلي لازم. اللي هو الانصاف نفسه. هي? ينصف. مش ممكن ينصف مكافأة ينصفه مكافأة. مكافأة مفعول لاجل. مفعول لاجل يعني يعني ليه مكافأة على جهودي? النائب عن المفعول المطلق بقى كلمة كل. اه. سؤال اخر? اه اللي هو السؤال في القصة تعمره كائنات غريبة. تعمر? اه. كائنات غريبة. دي توحي بالسعة ولا الكسرة ولا العلوم? السعة? اه. ولا الكسرة? ولا العلوم? ولا العلوم? طيب اه اه بتعمره كائنات غريبة. اه. ده حقوق القناة مش كده? اه. طيب الكائنات الغريبة بتعمره يعني ملياة. يبقى هو في ايه? متسع. اه. متفع? متسع? طب ليه ما اصليا من جاوبة السعة. بس هي جات في سنوية عامة. ايصلا. وكانت كاتب اه كائنات لا تحصى وجاوبة القصة. بس انا ما جابش لا تحصى. يا حبيب ما فيش كلمة كائنات لا تحصى انت بتقولت اه اصلا انا باخد السعة منين من تعمره? تعمره يعني معمره. زي ما اقولك ايه? اه يعني اتوحي بالسعة. بالسعة? مش الارتفاع اه. ايوة يا حبيب انا قلت لك بالسعة. طيب سؤال اخر? لا شكرا اه نعود دكتور رضا الى ما كنا نتحدث عنه في امتحان السودان. اه كان الصبي لا يفهم معنى الاسماء الرواه ولا العنعانة احنا قلنا اه حديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. الكلام اللي قلته حضرتك اسمه المتنة بقى. المتنة. حالو. طب ماذا يسبق المتنة? العنعانة? العنعانة يعني عن فلان عن فلان من الصحابة عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه العنعانة اه تمام. يعني السند انا اسندت القول الى نبي صلى الله بس عن طريق مين? لما الدكتور محسن يقول لي قرى النبي محمد صلى الله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفة. نعم. اقوله طب انت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي. اقوله طب ايه? هاتلي بقى استند. فيقول لي عن فلان عن فلان رضي الله عنه. انا نبي صلى عليه وسلم قال. فده اسمه العنعانة. فطاح حسيني طبعا كان بيسمع العنعانة وهي تدرس لا اخيه ولا يسأله. نعم. فبيقول كنت اكره العنعانة. لان عايز اركز في متن الحديث. عايز افهم الحديث. عشان سمع الحديث قبل كده امكان في ايه? في الكتاب او في مسجد القرية. رغم ان اه يعني اه الطالب الاعمى ربنا بيدي له مهبة سرعة الحفظ. طب هو ما حفظهاش ليه برضو دكتور ده ما ممكن طالب يقول لي هو ما هيبقى سريع الحفظ. طب العنعانة مدي اهليه? انت حضرتك اشارتي الى انه كان يستمع اليها في بعض دروس اخيه. ولم تكن له. تمام. اه السؤال رقم باء في امتحان القصة الادبية للسودان الفين وتسعة عشر. تفضل دكتور. السؤال بيقول علل انقطاع لذة الصبية حين الاستماع الى اناشيد الشعر. اه يبقى اللذة بتنقطع. تمام. اه نجيب عن هذا السؤال بعد ان نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. زي حضراتكم. اهلا بيك. اه كان عندي سؤال بس هو ما يجي لي في فقرة ويحط لي اه خط على نائب فاعل. الفاعل لقبليه بيبقى مبني لمجهول. تمام. هو لازم يتشكل الفاعل ده عشان يعني لان في احيان الفاعل بتبقى مش عارف لي مبني لمجهول ولا مبني لمعلوم. والله انا يعني بقول لك ممكن يشكل لك الفاعل هيحط لك ضم على الحرف الاولان من الفاعل. وممكن انت اسناء القراءة هتبقى عارف ان هي لا تقرأ بفتح الياء او التاء وانما بضمها في يعني من اجل ذلك انت هتجزم بان الكلمة التالية على هذه الكلمة هي نائب فاعل. طيب طبعا. والله رأيك ايه دكتور ده. هو صحيح وبعدين اعزا اقول ان الطلب لما بيقرأ الفقرة بتاعت النحو. لو قرأ الكلمة لوحدها هيغلط. لو قرأها في السياق الجملة استحالة يخطأ. حتى لو هو مش هارف العرب بتاعها. يعني لما جاب ايه يعد نهر النيل شريان الحياة في مصر. انا هنطقها ايه يعد ولا يعدوا نهر النيل. اه? طبعا مش هنطقها اللي يعد. كبه معنى كده ان نهر النيل فاعل. خلاص. طمام. حسب ايه الطلب لما يقراها والتزوق اللغة وبتاعها. عندك سؤال اخر? اه في سؤال. هو بيقول لما يجي سألني في النعحو مثلا يقول هات محل الاعرابي للكلمة دي مثلا. هات المحل الاعرابي. ابقى قول بس في محل رفع وخلاص ولا قول في محل رفع الحاجة. ما هو رفع ايه فاعل ولا رفع اه نعت. ها? ولا رفع خبر انه. ما انت لازم انت بقى عارف. ولا رفع بالعطفة على كلمة كانت مرفوعة. تفضل. طيب ومش لازم اجيب الاعراب من اوله. بس اقول في محل رفع ما اقولش بقى مفعول بها او كزا. لا انت هتقول في محل رفع لانها كزا. خلاص ماشي. طيب اه. سؤال اخر? لا خلاص كده سألت خاطر. شكرا شكرا الله لك. انقطاع لزة الصبيح حين الاستماع الى اناشيد الشعر. حسن. طبعا. هو طبعا اله. هو طبعا حسن نفسه بيقول ان انا كنت احب الخروج وقت الغروب. اه. اتكى على سياج الاصب. واستمتع. واستمتع. باناشيد الشعر. ولكن كلما خرجت اصاباني الحزن. اللي بقى هو يعلم ان استمتعه باناشيد الشعر لن يستمر طويلا. لماذا? الاجابة بقى. الاجابة بقى. اللي بقى. تأتي اخته. فتدعوه لامة. يعني تعالى بقى اتكلم امك. اه. تدعوه لامة. فيرفض. نعم. فتكذبه بقوة. فيقاوم. فتحمله بين يديها وكانها تحمله ثمامة. ثمامة من العشب. نعم. وتنيم على فخز والدتي التي تقطر له بسائل مؤزن في عينيه. الا انه لم يكن شكاء بكاء. لم يكسر البكاء والشك. وحتى لا يقال عنه. اه. انه مثل اخته الصغرى كثير البكاء. كثير اشكوى. السؤال السؤال. اه. في السؤال بيقول بضى الصبي غاضبا حانقا على ابيه وسيدنا يعني. اه. الطالب هنا لازم يقول لي هو كان مدايق من والده في ايه. ومدايق من سيدنا في ايه. اه. نجيب عن هذا السؤال بعد ان تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك مصر? اهلا بيك. تفضل. اهلا. اهلا عندي لما انت يقول لي استخرج خبر لفعل ناسخ يفيد التحول يعني ايه يفيد التحول يا. خبرا لفعل ناسخ يفيد التحول. عاضر. ويا مستغردك معلش اه ملحق بالجامعة المذكر ممكن تفكرنا دي بس. بجامعة المذكر السالم. عاضر. في حاجة تانية؟ شكرا. شكر الله لك. طبعا ده مستبعد شوية. لكن احنا هنقوله زي ايه. ممكن احنا لسينا نقول ايه. لا اولا بس. سلسبي اللي هنكشف عنها في سلسبة. طبعا. يعني رغم انه مش هتيجي. طبعا. بس كشفه رباع زي وسواس في وسواسة. وجلباب في جلبابة. وزلزال في زلزلة. وهيمنة في هيمنة. اه. فيفيد التحول زي ايه دكتور رضا. طيب قبل ما اقول زي ايه بس. اعزوا بالحاجة مهمة جدا. اتفضل. على الطالب ان يلتزم بالكتاب المدرسي بالدرجة الاولى. تمام. ليه احنا عندنا اشكالية كبيرة جدا جدا في الكتب الخارجية وفي ملازم بعض الزملاء يعني. نعم. ان هو ايه بقى كل واحد يظن ان هو لما يجيب عفوا في اللفظ يعني افتكاسة للطالب ان هو كده مميز على الاطلاق. انت بتضره. انت بتقضي الطالب بتاعك. انت الطالب بتاعك يعني انا انا انت حضرت بتقول صعب. في البعض بيسعد بان الطالب يبكي امامه. خلص خلص انا بقول استحالة يجي يقول لي هات فعلي يفيد التحويل. نعم. هات فعلي يفيد الصيرورة. نعم. هات فعلي يفيد اليقين. طب انا استمع الى هذا الاتصال ثم نعود الى هذه الاسئلة مجمعة. السلام عليكم. اهلا بيك تفضلي. وانت بالصحة والسلامة. معلش يا مستر لو كان اه جملة وقعت نعت اه اه في جملة وقعت نعت? اه. حاضر. حاجة تانية? لما في جملة يقول في السنوية العامة. في السنوية العامة. فاز عشر طلاب. فازة. بالحساب يعني? اه. عشر طلاب. بالمراكز الاولى. بالمراكز الاولى. وكان التفوق. وكان التفوق. لتلاتة من الطالبات. ليه? تلاتة من الطالبات. حاضر هنكتبها لك بالايه بالحروف? لو يا مستر حدرتك هو اللي عادتها يبكي على طول ولا لا? لا فرم اضع البس ان شاء الله. طب ماشي منفحش لسا ادارة القناة تتنزل لنا مواعيد بس عشان يتبع المواد كلها? ان شاء الله يعني ادارة القناة يعني في خدمة طلاب مصر يعني من اجل تحقيق التفوق. وهو يعني الجميع لا يقلو جهدا في توفير الخدمة تعليمية كما ينبغي. يعني صراحة اه ايمين بدور بطولي في هذه الايام. لا كما عايزين بس يعني معايد الدروس. حاضر يعني هذا مطروح اه امام القناة وسوف تلبي رغبتك. شكرا يا موسك. شكرا الله لك. اه نعود الى اه فعل التحول يا دكتور. طبعا انا عندي اه زي ما قلت لحضرتك ده يكاد يكون مستحيل احنا نجاوبه. بس يكاد يكون مستحيل. تمام. يعني لما عادي يحافظ الطالب في ابتدائي خلاص. قال له ان للتوكيد. انا للتوكيد. كأن للتشبيه. مش هاجف ثانوية عام اقول له استخرج حرفا ناسخا يفيد التشبيه. مش ينفع الكلام ده اصلا يعني. تمام. لما اجا اقول له هاتلي فعل ناسخ يفيد التحول. اللي هو الفعل صارع. صارع. اه. طبعا مش هاجف اقول لك هاتلي فعل يفيد التحول. انا استخرج فعل ناسخا يعني. انا عايز الطالب دايما اللي ميجي. والفترة الاخيرة دي بالذات على فكرة. الطالب بتاعها بتاع ثانوية عاما بقول له ايه بقى. حاول عشان تجيب درجة كويسة في العربي انك تحل امتحانات ثانوية عاما السابقة. سيبك بقى من اي افتكاسات في الكتب الخارجية او ما لازم بعض الزمله. ما لكش علاقة بها على الاطلاق. هيجي الامتحان زي. ما لوش علاقة بها على الاطلاق. تمام. لو الطالب عايز يأذي نفسه يمشي ورا. يعني الامتحان على واترة المتحانات السابقة. ما فهاش نقاش يا دكتور محسن بوصل الامتحان له مواصفات. نعم. المواصفات بتقول اسئلة للطالب الضعيف. الطالب المتوسط. الطالب المتميز. تمام. لازم يكون في مجموعة تدرك في الاسئلة. نعم. لما اجي انا بقى اجيب للطالب حاجات ما تجيش في الامتحان انا بقى اذين. تمام. لما اجي حفاظه بقى ان عندي افعال متعدية لمفعولين. وبعدين اقول له. البعض يفيد اليقين. البعض يفيد الظن. البعض يفيد مش عارف التحويل. طب انت بطريق الطالب ليه. انت خلي الطالب يجاوب الاجابة اللي هو مطالب بها. يعني ادي له المنطق اللي هو يدخل به الامتحان. نعم. ما تجيش الطالب بتاعك يعني. فهو بالم. بنون واارضون واهلون وعالمون وسنون. وقولوا وزووا. والفاذ الوعقود اللي هي من عشرين للتسعين. تمام. البنت اللي بتقولي جملة وقعت ناعة. طبعا انح نحن حفظين يا دكتور ريضا. اا او الطالب حفظين الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال. لو حفظتم مئة مرة هو ينسى مئة وعشرين مرة. تمام. للأسف الشديد. تمام. الجملة التي تقع ناعة تبتأتي كثير جدا في الامتحان. وأكاد ازعم ان 75% من طلاب فنوه يعمل وعرفش يجبها ليه معرفش رغم ان هي سهلة جدا اصلا هي جملة تقع نعت انا بقوله على حاجة صوارة جدا لما تجي تجيب جملة تقع نعت دور الاورى على كلمة نكرة تمام بس لما تجي تطلع ما تطلعش الكلمة النكرة ما تطلعش الكلمة النكرة هنجيب مثال على جملة النعت بعد ان اتلقى هزارة الصالة دكتور رضا السلام عليكم وعليكم السلام ونحمد الله وبركاته تفضل اهلا بك حبيبي يا رب خليك الحمد لله والسلام حضرككم تابعين وعندب الصحة والسلام حبيبي اول سؤال الطلاب نفسهم الطلاب نفسهم يسعون وراء الرياضة يسعون وراء الرياضة الرياضة صوب الخطأ في هذه الابارة بسرعة كده ما اقولش نفسهم اقول انفسهم ماشي اه كيف تكشف الموجب عن كلمة القمة تكشف عن القمة وكلمة رؤساء وكلمة ايه رؤساء رؤساء تمام ماشي طبعا القمة انت هتكشف عنها في ايه هتشيل الالف واللم هتشيل التاء والميم هتبقى مشددة يبقى قمامة رؤساء هتجيب المفرد اللي هو رئيس هتبقى رأساء الراء والهمزة والس يبدو ان نقطع الاتصال نعود الى ما كنا نتحدث عنه من جملة الناعة كده واقول صفتها ايه يعني قابلت زميلا ترتسم البسمة على وجهه انا بقف قدام زميلا اقول صفة الزميل ايه او نعة الزميل ايه او ماله الزميل ده ما هو زميل ناكرة يبقى جملة ترتسم البسمة على وجهه يبقى جملة النعب الطالب مش عايز يفهم عايز يقولك اطلعها ازاي انا بقوله وقف قدام الناكرة زي ما حضرتك قلت انا هقف قدام الناكرة ومش عارف برضه على فكرة والسؤال ده زي ما قلت لحضرتك هو بيشك صعوبة كبيرة جدا بالنسبة للطلاب ما عرفش بيها انا بقوله عندي كلمة ناكرة يعني ناكرة مفيش فيها ألف هلام ده مبدأيا طب كلمة مفيش فيها ألف هلام وبعديها جملة بتوصفها وغالبا الجمل التي وصفت الناكرات في الامتحانات السابقة كانت جملة فعلية وليس اسماعيل óصف النكرة مهمة جدا كلمة بيوصفها جديد بقى انا بقول هذه يد كلمة يد دي نكرة هذه يد ملها تصنع الخير انا وصفت اليد بنيا تصنع الخير طب انا برضو مش هذا يصلك يا طالب يا اقولوا طب حور لناعة الجملة الناعة مفرد هذه يد صانعة الخير كلمة صانعة انفجة ناعة مفرد يب rim field global لما جيب تصنع الخير او صانعة الخير اصبح ناعة جملة فعلية لما اقول هذا انسان مبتسم طب مبتسم مفيش طالب يختلف عليها على أن هي ناعة مفت طب أنا عايز أخليها ناعة جملة فعلية هذا رجل يبتسم أنا حولت ملنى ناعة جملة فعلية ممكن أقول هذا رجل ابتسامته واضحة تبقى الجملة اسمي ولكن في الغالب أنه يبتجي فعل يبقى جملة الناعة أنا هدور على النكرة طب يقول لي ويسكر محلها يقول لي ويسكر محل الجملة دي من الإعراض لو النكرة مرفوعة يبقى الجملة في محل منصوبة في محل نصب بمجرورة في محل جر لأن الناعة من التوابع طب لو احنا حبينا نجيب ثلاث جمل تقع ناعة مرة جملة الناعة يا دكتور رضا في محل رفع مرة في محل نصب مرة في محل جر عشان الطالب ايه يبقى فيه تطبيق عملي يعني طب خلينا نكتبهم كده عشان الطالب برضو يتابع معنا طب فاضل يا دكتور رضا انا هقول جاء طالب يفهم الدرس نعم وبعدين اقول كافاء المعلم طالب يجيد القراءة نعم قراء الطالب في كتاب ينمي معلوماته تمام عايزين يعني اقول للطالب انت هتدور على الجملة اللي وقعت ناعة فين في التلات جمل دي يا دكتور رضا طي انا هقوله الاول دور على كلمة ناكرة انا دورت على ناكرة لقيتها كلمة طالب في الجملة الاولى خد اللي بعدها ما تبدأش كلمة ناكرة ما تبدأش كلمة طالب اه يعني ما بدأش بيه اه لان في طالب لما يقوله ناكرة فبقوله هاتلي جملة تقع ناعة فيقوله الطالب يفهم الدرس سأقوله لا الناكرة دي هي العلامة اللي بتوصلك تمام انا وصلت الطالب بانه يفهم الدرس طب انا عايزة حاوله ناعة مفرد عشان يتأكد ان انا صح جاء طالب فاهم لو حاطت كلمة تفاهم يا ناعة مفرد تمام تحول الناعة المفرد الى جملة فعلية طب يا كلمة الطالب طورة بايه فعل مرفوع تفهم الدرس جملة ناعة في محل رافع عشان المنعوت اللي هو كلمة طالب اللي هو الناكرة مرفوع كان مرفوع عشان فاعل تمام تمام المثال الثاني كفاءة المعلم طالبا مفعول به منصوب الطالب ممكن يقف يقولك المعلم معرفة اقوله لا انت قدامك الناكرة طالبا طالبا وطالبا مفعول به منصوب يبقى جملة الناعة هي عايز اوصف الطالب يوجيد القراءة طب الجملة في محل ايه في محل ناصب ناعة عشان كلمة طالبا كانت مفعول تمام قرأ الطالب وفي كتاب ادي كتاب ناكرة اوصف لكتاب tha ينمي معلومات الطالب ينمي معلوماته جملة ينمي معلوماته صفة الكتاب كتاب ماله ينمي معلوماته وديت في محل جر في محل جر عشان كلمة كتاب كانت مجرورة دكتور رضا معنا هذا الاتصال تفضل السلام عليكم تفضل وأنت بالصحة والسلامة معي السؤال في النحو سؤال في النحو المجتهدة أفضل طالبة نعم المجتهدة أفضل طالبة أفضل طالبة أفضل طالبة لأ تتعلم سؤال أعلص صوتك شوية المجتهدة أعلى منزلت اعلى منزلة انت عايز تعرف طالبة ومنزلة صح? اه ده في سؤال تاني اه اتفاضل حبيب رأيته ايه رأيته تفضل رأيته العلمة صاحبه رأيته العلمة اه يرفع صاحبه يرفع يرفع ولا ينفع يرفع صاحبه رأيته المدرس رأيته المدرس يضرب الطالب يضرب اه لأ مش عايز يضرب ضرب ممنوع ماشي كبير يشرحه ها للطالب ماشي طيب الجملتين بها يتعرفوا ايه انتهت الاسئلة خلاص كده طب استمع الينا من التلفاز شكرا لكم شكرا الله لك اه هو جايب سؤال فني فعلا في اسم التفضيل يا دكتور رضا على اساس ان اللي بعد اسم التفضيل هو اللي قبل اسم التفضيل يعني المفضل اه في اللفظ او المعنى يبقى معنى كده ان كلمة طالبة دي هتبقى مضاف اليه تمام المكتهدة افضل طالبة لان الطالبة هي المكتهدة لكن كلمة منزلة في المثال التاني بتختلف عن المكتهدة اذا كده هنجزم بانها تمييز اه اليس كذلك دكتور رضا طيب بس عايز اقول يعني انا كطالبة اعرفها ازاي اه اه انا بقول انا عيني على افضل اللي هي ايه اسم التفضيل المفضل هل هو اللي بعد اسم التفضيل يعني المكتهدة موجودة اقول المكتهدة افضل مكتهدة ولا زيها في المعنى لان المكتهدة هي طالبة ان كان اللي بعد اسم التفضيل هو اللي قبله يعني هو المفضل بنفس اللفظ زي حضارتنا اروح حضارة ها يبقى ده مضاف اليه ان كان في نفس المعنى ما اقولك مثلا ايه اه فاطمة احسن طالبة ما قلتش فاطمة احسن فاطمة ما هي الطالبة هي فاطمة إن كان اللي بعد اسم التفضيل هو اللي قابله في اللفظة أو في المعنى يبقى إعراض ما بعد اسم التفضيل مضاف إليه طيب إن كان بعد اسم التفضيل مختلف عن المفضل لم يتكرر بذاته ولم يتكرر بمعنى خلاص أجزم في هذا الوقت بأن كلمة منزلة تمييز منصوب علامة النصب الفتحة هننتوضيح آخر دكتور داخل هو التوضيح الآخر لإفادة الطالب لا نستفدنا من الدكتور محسن عايز الطالب استفدنا من الدكتور محسن في النقطة دية انت حضرتك أنا ألتقى بالتفصيل الممل ربنا يبارك فيك والله يمكن كانت قضية شائكة حتى يعني روا غليلنا أستاذنا الدكتور عباس حسن في كتابه النحو الوافي فيعني كشف النقابة عنها عن هذه النقطة والكثيرون يعني يستغلق عليهم الفهم في مثل هذه النوع لا انا عايز بس اعمل كده عملية طمأنة وتسهيل للطلب شوي انا هقول له انا كتبت كده جملتين عندي انا قلت في يوم القاهرة اكبر مدينة وقلت القاهرة اكبر مساحة يعني هي شبيهة بالمثالية اكد ازعم يعني انا عايز اسهلها على الطلب شوي انا بقول له عند طريقتين لو الكلمة اللي بعد اسم التفضيل بتبين نوع اللي قبل اسم التفضيل تبادية مضافة ليه يعني كلمة مدينة بتبين نوع قاهرة يبقى دي اصبحت مضافة ليه طب كلمة مساحة دي بتصف القاهرة ما يشبت بين نوعها مدام وصفتها تبقى تمييز يبقى اذا بيانت النوع فهي مضافة ليه اذا وصفتها فهي تمييز كمان في طريقة تانية لو انا حذفت اسم التفضيل وتحولت الجملة الى مبتدأ وخبر يبقى الخبر مع اسم التفضيل يبقى مضافة ليه لو ما نفعش مبتدأ وخبر يبقى تمييز نرجع بقى نقول لحاجة بس مطمئنة للطالب جدا جدا بس اتمنى انها ما تكونش قادرة بالنسبة له بنسبة 99 و 10% الكلمة اللي تحتها خط اللي تحتها خط في الفقرة في امتحان سنوية عامة وبعد اسم التفضيل هي تمييز طب الاسراء اللي تحت اللي ما بيجي يعمللي مقرنة بين اسم التفضيل والتعجب اللي بعد اسم التفضيل مضافة ليه يبقى الطالب بس يركز في النقطة دي الكلمة اللي تحتها خط ويسبقها اسم التفضيل في الفقرة بنسبة 99% وازية شوية تمييز في الاسئلة اللي تحت بقى مضافة ليه رأيت العلم يرفع صاحبه ورأيت المدرس يشرح الدرس طبعا الرؤية في رأيت العلم رؤية علمية وليست بصرية يبقى الفعل رأى هنا هقول ما فيه مفعول والجملة بعد منه في محل نص بحال لكن الرؤية إن كانت علمية أقصد مفعولين يعني ما أقول لك إيه رأيت الخبر بعيد عن هاتين الجملتين رأيت الخبر يقينا الرؤية علمية يبقى الخبر مفعول أول ويقينا المفعول تان لكن رأيت القمر بازغا الرؤية بصرية هنا لأن رؤية القمر بتكون بالعين يبقى القمر مفعول بازغا حال إذا كانت الرؤية بصرية فما بعدها مفعول وحال وإذا كانت الرؤية علمية فما بعدها مفعولا صحيح هو سؤال مستبعد هو مستبعد نعم بس إحنا نقول إيه نجيب عنه حتى يعني يعني تتحقق المقولة في أن قناة مصر التعليمية لا تترك سؤالا حتى لو كان خارج المقرر إذا ذهبنا إلى قبل منازلت كان عندنا سؤال طالبة من الطالبات كانت سألته ما جاوبناش عليه اللي هو فاز وبعدين عشرة بالحساب طلاب ما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكرها دكتور رضا أنا برضو يعني كلمة عشرة دي أنا ذكرت مع حضرتك فيها من شوية كده كده تبع تاني نعم فاز في السنوية العامة فاز عشرة طلاب طبعا عشرة بالحساب بالمراكز الأولى وكانت تفوق لثلاثة لثلاثة من الطالبات ثلاثة بالحساب إحنا عايزين نحول الأرقام الحسابية إلى حروف عربي طيب وأنا بس كتبت برضو مثال عندي كده لأن هي الإشكالية في رقم عشرة بالنسبة للطلاب ما عرفش لين هي ما فاشي إشكالية ولا حاجة يعني نعم هي عشرة إما أن تأتي مفردة وإما أن تأتي مركبة تمام مفردة عن الوحدة ثلاثة ده قعدت من تلاثة من تلاثة آه تمام زي المثال الأول كده اللي أنا كتبت هنا على الورقة دي فازة وكتبت عشرة وكتبت طلاب طيب عشرة هنا مفردة مدام مفردة تخالف تمام تبع عكس المعدود طبعا عند طلاب المفرد منها طالب ده مذكر مذكر يبقى طلاب مذكر يبقى قول عشرة لأنها تخالف طلاب عشرة طلاب طب لما أجل 13 طب الطالب قال لك عشرة طالبا يعني كتبها مفرد لا لا هو طبعا عند عراب التميز نقوله طب حضر أجل الرقم 13 أنا هقسمه نصين ثلاثة لوحدة وعشرة لوحدة بس عشرة هنا مركب أصبحت ثلاثة من ثلاثة لتسعة تخالف المعدود طب المعدود مذكر يبقى قول ثلاثة طب عندي عشرة ده مركب يبقى يوافق يبقى ثلاثة عشرة طالبا تمام بالنسبة لأ اللي حضرك ذكرتها بقى فإحنا بنقول حاجة مهمة جدا بنقول أي كلمة بعد عدد طور تمييز تمييز من حضاشر إلى تسعة وتسعين تمييز منصوب علامة ناصبي الفتح ما فياش نقاش تمام ومن ثلاثة لعشرة ده بيبقى جميع مجروب الإضافة حلو أنا بس تمام أنا قلت من حضاشر لكام من حضاشر لتسعة وتسعين عايز أسبق حضاشر يبقى من ثلاثة لكام لعشرة من ثلاثة لعشرة يبقى تمييز مجروب الإضافة وبيكون جمع تمام ويكون جمع طب بعد التسعة وتسعين مية والف والمضاعفات مفرد مجروب الاضافة يبقى وكان التفوق لسلاس صحيح كده دكتوره لسلاس من الطالبات عودة الى القصة الادبية في امتحان السودان قلنا بدأ الصبي غاضبا حانقا على ابي وسيدنا هو الاشكالية مش عند الطالب الحقيقة الاشكالية في الكتاب المقرر على الطالب يعني هو لماذا بدأ حانقا على ابي انا اظن ما فيش طالب عارف السبب على فكرة على ابي على سيدنا اسف على ابيه وعارف هو على ابيه حانقا على ابيه ليه ابوه اقسم واحنث في القسم حنث في القسم ازاي هو اقسم اللي يعود الصبي إلى الكتاب وعاد الصبي طب حانق على سيدنا ليبقى لانه يرسل الايمان وهو يعلم انه كاذب حلو اوي يعني هو حتى تحصين ذكر كلمة في الكتاب الاشكالية في الكتاب المقرر الحقيق انا اكاد ازعم ما فيش طالب عارف ليه وهو تحصين الجملة خطري جدا لكن سيدنا بيحلف بالطلاق هو كدب طب متى حلف بالطلاق هو كدب انا اقول لحضرتك ده فاصل غير مقرر على الطالب اصلا هو طاه حسين لما ابوه اختبره قدام اثنين من صحابه فمعرفش يجاوب فلم ينقطع عن الكتاب في المرة دايات فعندما عاد للكتاب سيدنا لمدة يومين ثلاثة او اسبوع يراجع له القرآن كاملا وبعدين اخدوا من ايده وذهب الى ابيه وقال له الولد مش ناس القرآن زي انت ما زعمت واجذبت وقلت انه ناس القرآن انت بس عايز ما تدينيش المكافئة بتاعة الجبة والافطان فقال له انت رجعت له القرآن فوقتها حلف بالطلاق انه ما رجعتش القرآن وده فاصل مش مقرر للأسف عبطالي وبالتالي والطالب انا بس حبيت اوصله ليه طاح حسين اتهم او ذكر ان سيدنا حلف بالطلاق هو كذاب في الموقف ده فلما بيقول لي لماذا كان غاضبا حانقا على ابيه وسيدنا كان حانقا على ابيه لانه اقسم اللي يعوط حسين الكتاب وهو قد عاد سيدنا يرسل الايمان والطلاق وهو يعلم انه كذب معي حضرتك ولذلك هو عمل وجه مقرنة او وجه شبه ما بين ابيه وسيدنا يعني عايز اقول ايه والدي ايه الفرق بينه وبين سيدنا ما هو لتنين يعني اقسمه لتنين يعني ابوه لم يبر بقسمه هو بصلا عايز اقول حاجة بس اسمحلي كده اخرك بس برا المنهج خالص نعم هو فيه اشكالية في بعض في بعض وليس الكل يعني الناس على دماغنا من فوق يعني في بعض رجال القرى الحسين بالطلاع عنده للأسف الشديد على لسانه حاجة درجة يعني حاجة درجة الله اعلم بقى هل هو يعنيها او لا يعنيها ده موضوع تاني كذلك برضو القسم ويرجع فيه بس ده حاجة يعني خطرة جدا في الدين للأسف الشديد من اقول لحضرتك هل هو لا كفارة لها هل هو يعي او لا يعي الله اعلم بنيته نعم لكن يريد حاجة درجة واتمنى لكل يمتنع عنها نعم وكذلك القسم والعودة في القسم نعم اذا رحنا للسؤال اللي بعد كده بيقول كيف قدر اهل القرية والابوان الفتى الازهري طبعا اهل القرية كانوا ينتظرون الفتى الازهري قبل عودته بشهر وعندما يعود يطلبون منه ان يلقي درسا في المسجد في التوحيد او في الفقه وقد احتفى اهل القرية بالفتى الازهري في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اما عن الابوان فاحتفاؤهما بالفتى الازهري كان على شاكلة معينة ما هذه الشاكلة دكتور رضا طيب احنا نقول نقطة تانية كده هما قدروا فعلا حضرتك قلت كده اهل القرية والابوان وطبعا الموضوع كبير في الاجابة بتاعته الحقيقة لانه وسرد نعم يعني هيقول لي اول حاجة كانوا ينتظرون زي ما حضرتك ذكرت كده عودة الفتى الازهري يسألون عنه قبل عودته بشهر تقريبا نعم وبعدين فاذا ما اتى ذهب الجميع ليسلم عليه وحتى شيخ المسجد يتوسل اليه ان يشرح لهم درسا في الفقه او في التوحيد او في الحديث مما درسه على يد علماء القاهرة وابوه يشرق كلامه شربا نعم ويعيده على اسماع الناس ويفتخر هنا بقى ابوه والامر اه تمام ويفتخر حتى اذا كان يوم ايه الجمعة لأ يوم المولد يوم المولد مولد النبوي تمام اه فكرت ان حضرتك تخش على والجيت حتى اذا كان يوم المولد جعلوا هذا الفتى الازهري خليفة انتخبوه خليفة نعم فاحضروا له مركوبا جديدا وعمة جديدة وافطان جديد وبعدين احضروا له حصانا فيركبر الحصان وانتخبوه خليفة يطوف بهم القرية والقرى المجاورة نعم وينطلق الموكب طبعا خليفة العلم والعلماء ينطلق الموكب الرجال يضربون النرم بالبنادق أما النساء فالزغريط والبخور ينتشر مع هذا الفتر ومدح الرسول وما إلى ذلك وأمه أيضا كانت تبخر البيت في يوم الجمعة الذي أتى بعد استعداد لإلقاء خطبة الجمعة اعتقادا منها في العين أو الحسد واعتقاد الأم بأن البخور يزيل العين أو الحسد ماذا وجد الشيخ الفتى اللي هو أحمد حسين في كتاب الحج فيروزة الذي كان يسكن معهم في الرابعة طبعا هو وجد أن هناك نبأا يقول إن ابن خالته اللي هو عبد العال سوف يأتي بعد عصر اليوم التالي ليكون رفيقا للصبي الأزريط حسين يدرس معه العلوم الشرعية واللغوية في أروقة الأزهر ننتقل سريعا دكتور رضا إلى موضوع إرادة التغيير وهو من الموضوعات المهمة هذا العام ماذا عن إرادة التغيير عندكم؟ الإرادة هي نفسها العمل؟ الذي يحقق الهدف ويزيل ما قد يحول دون تحقيقه شريطة أن يكون الهدف هو هدفك أنت وإلا كنت آلة مسخرة في يد صاحب الهدف معنى يحول يحول يعني يمنع مضاد يزيل يبقي يبقي وجمع شريطة شرائط وبعدين يجي يقول لي ما العلاقة بين الإرادة والعمل يعني الاثنين متلازمين الإجابة موجودة في الفقر على فكرة بيقول له الإرادة هي نفسها العمل يعني أنا عندي إرادة أن أنا أتفوق وأجيب 99% يبقى لازم أعمل حاجة طب إيه هو العمل بقى؟ العمل بيقول لي هو الذي يحقق الهدف يعني هو اللي يساعدني على أننا حقق هدفي بس يكون هدفنا وإيه كمان غيري أنه يساعدني يساعدني زي أن أنا أذاكر وإيه كمان ويمنع ما يحول دون تحقيق الهدف يعني عندي مثلا كسل عندي إرهاق عندي كذلك أنا هتغلب عليه نعم شرط أن يكون الهدف يجي عليها سؤال متى تصبح آلة مسخرة في يد صاحب الهدف؟ طبعا إجابة موجودة إذا لم يكن الهدف هو هدفك أنت نعم من موضوع القدس مدينة عربية إسلامية للدكتور حسنين محمد ربيع وهكذا طهر صلاح الدين القدس وجعل كلمة الله هي العليا فإن المدينة عادت للسيادة الإسلامية في العام الرابع والأربعين بعد المائة الثانية والألف لتنعم بالسلام والأمان وينعم أهلها وزوارها بالأمن وحرية العبادة وانتعشت التجارة والأحوال الاقتصادية معنى تنعم هي واضحة من خلال الفقر أن تنعم بمعنى تستمتع؟ تمام مضاد انتعشت التجارة يعني بقى ضدها كسدت جمع العليا العليا العليايات يعد صلاح الدين حلقة مهمة في تاريخ مدينة القدس واضح ذلك الدور بتاع صلاح الدين ملخص لدور صلاح الدين دكتور رضا يعني ننطلق إليه من توحيد الجبهة الإسلامية ما بين الشام ومصر وتدريب الجيش وزيادة العدد والعتاد واستطاع صلاح الدين أن يعود بمصر إلى حظيرة الخلافة العباسية السنية ويقضي على الخلافة الفاطمية الشيعية واستطاع أن ينتصر على الصليبين في معركة حطين عدد جيش صلاح الدين 12 ألف دكتور رضا وعدد الفرنجة الصليبيين 50 ألف ولكن المنطق القرآني والمنطق الإيماني كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله انتصر عليهم في حطين وهزم القوة الحربية والنفسية للفرنجة ولكن عمر بن الخطاب له مواقف دلت على بعد نظر الحاكم واستشرافه للمستقبل علل طبعا سؤال لا يخفى على الطلاب على الإطلاق هو بيقول لي للخليفة عمر دلل على بعد نظر الحاكم اللي هو عمر بن الخطاب الموقف هم أنا أظن أكد أزعم أن كل الطلاب الحياة عارفين إجابة السؤال أنه بيقول لك أن عمر بن الخطاب عندما حضرته صلاة العصر وهو في داخل كنيسة القيامة رفض أن يصل العصر في داخل الكنيسة لماذا؟ حتى لا يتخذها المسلمون من بعدهم مسجدا ويطردون أهل الكنيسة منها وده كان يدول على بعد نظر عمر هو كان صارت ظهر العصر لا العصر فرفض أنه يصلي داخل الكنيسة حتى لا يتخذها المسلمون زريعة ويبقى فيه اعتداء يبقى فيه اعتداء على الكنيس بعد ذلك وهذا يدل على قوة إيمانه واستشرافه يعني نظره البعيد إلى المستقبل القدس مدينة عربية لحما ودما لأن أول من جاء إليها العرب الكنعانيون من شبل الجزيرة العربية في الألف الرابع قبل الميلاد وتفرع منهم العمريون والفنقيون واليبوسيون والآراميون وهي مدينة إسلامية لأن الذي تسلم مفاتيحها فوق جبل الزيتون هو الخليفة عمر ابن الخطاب من كبير القساوسة صفر نيوز موقف تلاميز البرودي من مشكلات المجتمع انت شايف ان الإجابة ممكن تبقى كلمة واحدة أو جملة واحدة يا دكتور رضا يعني اقدر اقول ايه ان عالجوا مشكلات المجتمع وما يتصل بالشؤون الخارجية للعالم الإسلامي وتبقى بكده كفاية طيب هو حضرتك وقلت برضو علاجوا مشكلات المجتمع بس عايزوا يقول كده اجتماعيا وثقافيا وفكريا اجتماعيا وفكريا وثقافيا خلاص واخدت درجة النهائية طيب ملمحين من ملامح التجديد في شكل القصيدة عند مدرسة أبولو طبعا مدرسة أبولو جددت في الشكل في القفية في الموسيقى فيه تحرر شعر عندهم فيه تأثر شعري فيه وحدة فنية بالنسبة للقفية ان هما عددوا القوافي ونوعوا عدد التفاعل في الشطر الواحد بالنسبة للموسيقى الموسيقى كانت هادئة وليست صاخبة بالاعتماد على البحور القصيرة والمجزوئة التأثر الشعر عندهم اتأثروا بالموشحات وده خلى فيه نتيجة تحصل ان هما قسموا القصيدة إلى مقاطع متعددة الأوزن والقوافي طب التحرر الشعري ازاي اتبعوا الشعر المرسل وده داخل الشكل للقصيدة الشعر المرسل اللي تتغير فيه القفية كل بيتين او اربعة او ستة وبعد كده الوحدة الفنية اللي هي وحدة الموضوع والجو النفسي باجاز نتحدث عن الاحداث واللغة في الرواية دكتور رضا الاحداث زي ما حضرتك علمتنا ان الاحداث كثيرة ومتشابكة عشان تعادل الشخصيات طيب اللغة لغة اسهاب في الرواية لانه بيركز على ايه الكاتب الروائي على منظر او شيء او شخصية وبيوصف المنظر او الشخص او الشيء يعني وصفي يوصل المتابع في القراءة للعمل الادبي او العمل الروائي الى درجة الاملال عايز عايز برضو في النقطة دي تقولي الطالب حاجة مهمة جدا السؤال ده لو جئي في الامتحان لازم يكتب لي الجمع اللي انا اقولها دلوقتي مهمة جدا بالنسبة له تكاد تكون هي المفتاح للدرجة النهية بتاعة السؤال نعم لما يدي يقول له تحدث عن الاحداث واللغة في الرواية مهم جدا يقول لي الاحداث من قبل ما يجرى على الارض الواقع واللغة من قبل ما يتخاطب به المجتمع نعم يعني الاحداث من قبل ما يجرى على الارض الواقع قصة الكاتب الكبير فلان أو رواية الأديب الفلاني فيعني الأحداث من قبل الواقع أنت أوقت تشوف شخصية بخيل في الرواية أو في الفيلم فتقول تصدق زي فلان فلان ده أنت عارفه في المجتمع يبقى هي من قبل ما يجل على أرض الواقع طب اللغة اللي بيتخاطب بها الشخصيات في داخل الرواية هي نفس اللغة التي يتخاطب بها في الحياة اليومية الغاية الفنية للقصة القصيرة طبعا يا دكتور رضا أن كاتب القصة القصيرة لغاية عايز يوصلي رسالة عايز يوصلي فكرة أو انطباع أو مغزى معين وطبعا إبراهيم أصلا أراد أن يوصل إلينا فكرة التمازج والترابط القوي بين عنصري الأمة مسلمين ومسيحيين في نص الكنيسة نورت البلاغة خطر النيل في مواكبه الخضر عليه من الجلال رداء ملك عاصر الزمان في المهدي ففيه من الزمان البقاء وحكيم قد علمته الليالي فلسفات لم يدرها الحكماء امتزجت عاطفة الشاعر بأفكاره فأبدع وظهر أثر ذلك في ألفاظه يبقى أنا مطلوب مني أن أجيب الفكر أجيب الوجدان طبعا هنطلق من العاطفة وبعد كده بجيب الفكر ببين امتزاجهم وبدلل على ذلك من خلال الألفاظ الموجودة داخل الأبيات لكن الصورة الخيالية قبل الصورة الخيالية السؤال ده أصلا يعمل إشكالية للطالب يعني هو سؤال أنا آسف مش قصدي أن أنا أقدح في حط الامتحان نعم بس السؤال يحتاج إلى نقطة فيها دقة شوي نعم هو السؤال ده على فكرة سؤالين في سؤال نعم هو عايز التجربة الشعرية وبعدين عايز أثر العاطفة في الألفاظ تمام فانعايز ألفت نظر الطالب بحاجة مهمة جدا هو قال له إيه قال له امتزجت عاطفة الشعر بأفكاره فأبدع وأجد فأبدع كده ده السؤال لغاية كده السؤال وظهر أثر ذلك على ألفاظ ده سؤال طيب خلينا أقول للطالب أنا عايزه يكتب إيه في الامتحان طفض لما جئت جاوبنا السؤال ده وقت بقى أنا كطالب الإشكالية لو حضرك فكر ألفين واثنشر جات مجموعة أبيات تكاد تكون طلاصم بالنسبة لكل طلاب ثانوية عام ألفين واثنشر أسليل يعرف طالب منك تريح حتى ما تلبث لا هي عن خيرانا إن كنت من عدنان فاسلوكناها هل لم تطيت من الخيال عنقها فجلوت عنا العرى والخذانة طبعا هي الكلمات طلاصم بالنسبة للطلاب فأنا بقوله إذا فهمت الأبيات أو لم تفهم عندك مقدمة في التجربة الشعرية بامتزاج الفكر بالوجدان إيه اللي بيحصل؟ يشعر قارئ بصدق التجربة فالشعر الجيد يفكر بعقله يفكر بقلبه آسف ويشعر بعقله يبقى بامتزاج الفكر بالوجدان يشعر قارئ بصدق التجربة فالشعر الجيد يفكر بقلبه ويشعر بعقله وفي الأبيات نرى أفكار الشعر تتمثل فيه ويعمل شرحة بسيط للأبيات تمام بس لسا نكمل له كما نشعر بعاطفته احنا قلنا نرى أفكاره تتمثل فيه ونشعر بالعاطفة التي تتمثل فيه وقلو العاطفة طب انت عملت فرضية في الأول قلت لي بامتزاج الفكر بالوجدان يشعر القارئ بسطق التجربة يبقى بعد ما تخلص تقول لي انت بالدلل على ما ده حصل بالفعل وقد امتزجت أفكار الشعر بعاطفته فنرهما يطلاني من خلال كل بيت بألفاظه ومعاني نأتي للجزئية الثانية من السؤال وظهر أثر ذلك على الألفاظ أبدأ أصطاد كلمات من كل بيت بتدل على العاطفة ما فيهش نقاش والعاطفة أنا بعرفها من خلال الألفاظ والصور نعم هنا عايز الألفاظ بس يعني لو انت مثلا في أبيات انت قلت لي حب الوطن إيه اللي عرفك الكلمات التي تستخدمها الشعر الحزن الكلمات وهكذا يعني هو كده بيحب النيل ممكن أجيب الخضر وأجيب الجلال وأجيب كلمة البقاء وأجيب كلمة فلسفات والحكماء لكن ما يقول لي فيه صورة خيالية في البيت الثالث وحكيم قد علمته الليالي الصورة الخيالية كده أنا حطيتها من قسين قلت علمته الليالي قلت استعارة مكني حيث شبه الليالي بإنسان يعلم وسر الجمال التشخيص وهذا يوحي بإيه ليه القيمة الفنية الطالب يكتب إيه في كلمة الإحاق المفترض الطالب في الإحاق بيجيب المعنى اللي بيرموز ليه الكاتب تمام يعني لما أقول هنا كده علمته الليالي فلسفات تمام هذا يوحي بالعطاء هذا يوحي بالإيه بالإشراق هذا يوحي بالبزل لأن فيه تعليم طيب أسمح لي بس تجاوب حاجة خطأ أو حاجة صحة اتفضل في البيت الثالث وحكيم قد علمته الليالي فلسفات لم يدريها الحكماء بيقول لي هات سوال الرقم اثنين استخرج من البيت الثالث صورة خيالية طبعا أنا هقول كده علمته ولم يدريها طباق سلب طبعا ده مش لون بياني أيوه طالب بس يعرفين اللون البياني هي أربعة نعم كل مرة بنؤكد عليهم التشبيه الاستعارة الكناية المجاز المرسل تمام التشبيه الاستعارة الكناية المجاز المرسل نعم لما يقول له صورة يبقى أصبح هو اللون البياني تفضل يا دوتور هات من الأبيات اسلوبا مؤكدا وطبعا بسرعة الطالب عرف الاسلوب المؤكد في البيت الثالث قد علمته الليالي وحدد الأداة قد نصيب الوحدة الفنية في الأبيات طبعا يا دكتور رضا تفضل وحدة الموضوع فهو أتحدث عن عظمة نهر النيل ووحدة العاطفة اللي هي حب نهر النيل ثم ترابط الأفكار فيما بينها وبين بعضها فكل بيت يحمله فكرة جزئية تسلم للذي يليه برضو قبل من سيب البلغة مالشان آسف نعم برضو هات من الأبيات اسلوبا مؤكدا نعم هو الطالب وحد على الاسلوب مؤكد يبقى مؤكد بقد نعم أو باللام وقد وده صحيح نعم ومؤكد بإنه وده صحيح طبعا عايزة افترض للأبيات بتاعتي مفهاش إنه ومفهاش قد ومفهاش اللام وقد ممكن نروح لإسلوب القصر ده مهم جدا لطالب سنوية عامة أن يذهب إلى أسلوب القصر لازم يبقى في دماغنا ده أسلوب أحد أسلوب التوكيد تمام في الغرارة ربية تفضل تمام من مقال التكافل الاجتماعي في الإسلام للزيات علج الإسلام الفقر علاج من يعلم أنه أصل كل داء ومصدر كل شر وقد أوشك هذا العلاج وأن يكون بعد توحيد الله أرفع أركان الإسلام شأنا وأكثر أوامره ذكرا وأوفر مقاصده عناية ولو ذهبت تتقصى ما نزل من الآيات وورد من الأحاديث في الصدقات والبر لحسبت أن رسالة الإسلام لم يبعث بها الله محمدا آخر الظهر إلا لينقذ الإنسانية من غوائل الفقر وجرائر الجوع معنى غوائل طبعا الشر والفساد مفرد جرائر جريرة علاقة جملة لينقذ الإنسانية أظن فيها الإجابة لم التعليل يعني طيب الطالب في السؤال رقم باقي دكتور رضا كيف عالج الإسلام والفقرة كما فهمت من خلال الفقرة السابقة ما فيش نموذج ما فيش نموذج يعني اشرح بأسلوبك تمام وهياخد الدرجة يمثل هذا المقال اتجاه المحافظين في النثر وضح ذلك طبعا اتجاه المحافظين بيحفظ عليها دكتور رضا سلامة الأداء اللغة وقوته اتباع أساليب القدماء واستخدام الألفاظ التراثية والتغني بالماضي وتمجيد الماضي اذا أردنا أن نستخرج تشبيها غوائل الفقر وجرائل الجوع تشبيهان مبتكران وهما تشبيهان بليغان اكتب خصائص اسلوب الكاتب من حيث الفكر طبعا هقول الفكر متربطة والألفاظ سهلة يعني يتبقى معنا الشعر والنحو ولكن دا همن الوقت دكتور رضا يعني لا نقول إلا يعني فرحكم الله بهذا الكم والفيد الغزير من المعلومات الذي عرضتم له في إجابتكم عن أسئلة ألب المصرحية وإجابتكم عن أسئلة فروع اللغة العربية في امتحان السودان 2019 في القصة وفي القراءة وفي الأدب والنص النسري أسعدكم الله دائما وأسعد جميع المشاهدين وأسعد أبناءنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانوية العامة ومع أمنياتنا للجميع يعني بالتوفيق والنجاح أعزائي طلاب الثانوية العامة في نهاية هذه الحلقة يعني لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذنا الدكتور رضا كامل كبير معلم اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم لا نقول وداعا بل إلى لقاء والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة